في هذه الحلقة الهمة عايزة أحكي لكم قصة القصة دي ليها جوانب يعني تعليمية محتاجة نحن نفهمها قويس قصة بعيد خالص في الصين بنت صينية اسمها بيري بيري كانت مرتبطة بشاب كانت بتحبه وزي ما احنا شايفين بيري كان لها مواصفات معينة لو الشهد وبدأت بيري قصة حبها دي بحاجة غريبة ان الشاب اللي هي بتحبه دايما بيقارنها بالبنات التانية ويقول لها انا مش عاجبني ده انا مش عاجبني ده بيري بدأت تعمل عمليات تجميل ووصل اعدادها لتلاتين عملية تجميل الجرع لدرجة انها وشيه تقريبا اتغير بشكل كامل الجابهة الشفتين المناخير الخدود بقيت حد تاني بعد السنوات ديت قالت بيري لما بدأت تكبر شوية انه خطبها او حبيبها كان دايما الانتقاط لمظهرها وما كانش بيعجبه العجب ولا الصيام في رجب بس هناك ما فيه الصيام في رجب ما كانش بيعجبه العجب خالص دايما بيقارنها بالاخريات وده اللي دفعها انها تحاول ترضيه بشتى الطرق والوسائل انها تروح تعمل عدد من حمليات التجميل كلام زي الفل ايه اللي حصل في نهاية القصة المسيرة دي سابوا بعض خطبها برضو سابع وقالت في جملة مهمة جدا اعتقد انها المضمونة المهمة في القصة دي انك اذا اردتي ان انت تعملي اي عملية تجميل اعمليها لنفسك مش لاي شخص تاني كويس جدا بس احنا هنا في مصر الكابلز او الزوج والزوجة بيبقى عندهم زي ما يقولوا قرار مشترك الراجل في حاجات معينة في امراته في شكل امراته مش عاجبها فهو بيقول لها والله انا مش عاجبني فيكي من انت عندي الجناب كبير البطن دي مترخلة زيادة لازومه دي مديم دايقامي هل ده اندكيشة لجراح تانيلي هفهم ولا يعني هل الزوجة ساعتها تروح تعمل ولا لازم يكون الكلام من دماغها هي احنا ده محتاج ان احنا نفهمه بتفصيل النهاردة حوار مسير للغاية في هذه المنطقة هنبدأها لكن هنتكلم على النواحي كتير في عالم جراح التجميل ما ضي في المبدأ الرائع دائما في حواره والذي يسعدني جائما دائما ويطربني بهذه العبارات الجميلة التي نرى انها ممكن تكون قوانين مهمة جدا في سيكولوجية جراحة التجميل او سيكولوجية المريض اللي بيقبل على هذه الجراحة ضيف العزيز الاسم المتميز باستاذ الدكتور حاتم السحار اي عيان بيعمل عملية في وشه بيبص على وشه في المداية تلتمية مالة في اليوم عملية تصريحة بالجراحة المفتوحة او بالجراحة المخوضة ولا الحق للمريض انه يعرف الفائد من الاتين احسن حاجة موجودة في العالم دلوقتي لماذا اصبحت ترحولات الجسد بهذه الدرجة من الانتشار سيكت 50% بقت 80% تضيف المياه الزيادة دول سبقهم العماس السملة التي تعملون الاستاذ الدكتور حاتم السحار استاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة زميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا عضوة جامعية الامريكية للتجميل والحروب عضوة جامعية المصرية لجراحات التجميل ضيف العزيزة للسوس دكتور حاتم السحار اهلا بيجا دكتور حاتم اهلا بيجا دكتور حاتم هي انا نهيت المقدمة بسؤال عايز اسمع منك اجابته بص احنا عادي نتكلم مع بعض على الموضوع ده الموضوع ده وقت ما جاءت مصر اكتشفت ان فيه مشاكل كبيرة جدا نتكلم واحدة واحدة البيت اساسه سيدة وليس اكل اي بيت من المتزوجين اللي بيخلي البيت جنة سيدة واللي بيخلي البيت نار برضو الست خلينا نمتفقين هي ترمومتر بتاع البيت بس فيه رجالة احنا خلينا نتكلم على يعني السواد الاعظم للناس اهو المجموعة الاجلبية من الناس بحكم ان احنا رجال بقى وعندنا بقى سلم يول دكتورية برضو وفي نفس الوقت انا بكلمك على حاجة شفتها في الايادات شفتها عندي في الايادات وانا هاوصف لك اللي بيحصل في بيوت عامل ازاي بالزبط احنا كنا زمان من قبل ما بقى فيه ميديا ببقى فيه نت كان مجتمع مغلق بحد ذاته فكان الغاجل بيتجاوز السيدة وهي على وضعها وبيكملوا الحياة لحد ما لا نهاية لحد مربناتها دلوقتي بقى المجتمع مفتوح بقى فيه نت بقى فيه ميديا بقى فيه تلفزيونات بقى فيه ناس بتبقى يعني هو ابسط مثال هي السيدة بتتبقى في تلفزيون دي يعني بتقالك الكلمة دي انا سمعتها في الايادة هو دي محافظة على شبابها ازاي كلام دا كله فبقى عند احساس السيدة عقدة ان هي مع تقدم الزمن ومع الزواج بقى بيحصل لها تغيغات هذه التغيغات اثرت على شكلها وبقى عندها عدم ثقة بنفسها عدم الثقة بنفسها دا بيتقلب اللي نكد انا بقولك بالنفظ اللي بتناكد في البيت مش عارفة تتصرف بطبيعتها في البيت حاسة ان هي مكسوفة طول الوقت زوجها قال كلمة وهو مش قصده بيها حاجة بتاخدها على نفسها انا بقولك اللي بيحصل في البيوت بالزبط وانا يمكن فيه ناس كتير قوي سمعاني انا بقولك دا اللي بيحصل وده دكتور التجميل فيه جزء منه دكتور نفساني تبتعد مع المريض او المريضة بتسمع منه القصة مش عارفة الله كل التخصوصات بس لازم اسمعك كويس فده اللي بيحصل في البيوت ثلاث مراحل الزوجة بتجيلي فيها العيادة وانا بقولك الثلاث مراحل بالزبط المرحلة الاولى في بداية الزواج بعد الخلفة بعد الحاملة والولادة دي اول مرحلة الست شكلها بيتغير بعد ما تخلف وتفكر بعد الغطاء والكلام دا كله تيجي تبص نفسها في المراية انا واحد دا تانية غير اللي جوزي جوزني وجوزها بيقولها نفس الكلامة ممكن على فكرة بيبقى جوزها بيقولها بحسن النية او ممكن يقولها بجد حسن النية دي بتقلب بجد عندها عوضة نفسية ولو بجد بتبقى عوضة نفسية وتبقى جوز تاني وهتجوز علي ومش هتجوز علي دي اول مرحلة مفيش راجل بيقول بحسن النية مش اوكي ييجي الراجل بتي الست تقوله انا عاوزة اعمل عمليات تجميل اضبط هذي المشاكل يقول لها يا بنتي انا عجباني زي باي زي ما انت كده انا بقول لك اللي بيحصل بالزبط وبالملي كويس طيب يابني انا حصل لي مشاكل انا بقى عندي شكل كذا حصل في المنطقة البطن كذا حصل في المنطقة استادي كذا انا زدت في الوزن انا قللت في الوزن قصص كتير انا عاجبك كده وانت جميلة وانت احلى ست في الكؤون بيبقى نظراته راجل حجم اللي اتنين لان ما فعلا شكلها عاجبك ودي هو راضي هو راضي ودي نسبة قليلة ونسبة بيقول كده عشان مش عاوز وجع قلب انا بكلمك باللي بيحصل انا مش بتكلم على حاجات يعني هتخش رسا عملية وانا اللي هتعب وفي عيال وفي مدارس وفي مش عارف داخل ايه الكلام ده كله وعارف ما انا اللي هتفعل كويس انا مش طالبها وجع قلبك فانا عندي الشغل انا بقول لك النظريات فدي المرحلة الاولى المرحلة التانية للست بعد سن اللغبعين او من خمسة وثلاثين لغبعين بيبتدي علامات الشيخوخة او علامات السن بتت ايه بتظهر خلي بالك ان وانت عرف المعلومة دي طبيا ان علامات السن بيبان في الستات اسرع من بيبان في الراكل فبتحس ان هي بقت كبيرة على زوجها الخلل الانهيار الهرموني اه اللي بيحصل عن ست بيبان 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 فتريد بص على وشها وعلى ملامح وشها على مظاهر الانوسة اللي عندها فبتحس ان فيها مشكلة كبيرة ولازم تتغير وهنا بتبقى من مشكلة عند ست مشكلة الشك انا بقولك باللفظ اللي بيحصل بتشك في كل حاجة بيعملها لايه الزوج بتأخر شوية مش عارف ايه كان في شغل كان في ميتنج كان مش عارف ايه ده تاني مرحلة ده لو شغله كمان مرتبط بستاتة بصبت شغل بيزبط كده بيزبط كده او بتاع مجوهرات اه بتاع مجوهرات دكتور نيسة ممثل دكتور تجميل دكتور بطنة دكتور بطنة بيبقى مشكلهم بيبقى فيه حاجة تدي الشك موجودة والشك ده بيقلب مش ناكد 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 يعني ناكد من بلاده يعني ميد ميد ناكد دينير اه ميد صناعة بيت يعني طب اكل بيت ايه كويس وهي بتيجي تقول انا ما كنتش انا انا عاوز ارجع تاني الوضع اللي انا ايه كنت فيه المرحلة الثالثة بعد الخمسينات لو هم مكملين بعض طول الفترة دي انا بكلمك انا بقولك والله العظيم انا بكلمك على امثلة بشوفها عندي لو استحملوا بعض فى العيادة لو استكملوا بعض مسانين بخلاص اولد ايتش طب امعكسة فيه مجموعتين مجموعة خلاص جوزوا ولادهم مجوزهم انا بتهيقلي من الزمن القادم عشان نشوف اتنين قابل ده انا مش بتكلم على دلوقتي اه هس الدولة دول الجيل انا بتكلم على الاصغر مننا شوية مثلا 2030 انا شوف اتنين كبز متجوزين سنة 2010 بقالهم 20 سنة متجوزين ده يبقى معجزة يعني هو برضو ربنا يوفق بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله يكملوا بس بيجوا لما حاجة من الاتنين لما جيين هما الاتنين خلاص خلاص مهمتهم الرسمية فى تغيبية الاولاد وبتغيبسهم عاوزهم هما يدلعنفسهم ده كتير قوي بيجي فى السن ده خمسينات وستينات الراجل وستي بيجي يعمل جاست ان هما ايه يعيش وبيقول عاوزين نعيش ايه خلاص بقى عاية محا انتهت جوزت و خلاص ولئما هما لئما الراجل خلاص بقى بقاش عنده ده المخلات المقعد التانية خلاص بقى اعاوز تعمل اللى انت عاوزة ايه تعمل ايه مع عندوش طقطان عن المناه ده ولا او متعملش وما ايه اعمل اللى انت عاوزة ايه مع خططه فى الوضع لايف ان بيس اعا لايف ان بيس بالزبط ما احطه فى دمارك دايما ان علامات الشايخوخة بتبان فى الستة فى الستة اكتر من رجالها دي المشكلة لا والست ما بتتحملهاش بتتحملهاش وبعدين هي بيجي تقول فجأة هي مش فجأة هي بتبقى ملخومة بحاجات كتير او ناسية نفسها فى حاجات كتير فى جميع الاحوال انت بتتكلم عن معلومة مهمة جدة اسمها الثقة بالنفس وهذه الثقة بالنفس لفقدتها المرأة البيت بيقلب جحيم انا بقولك بالنفس طلقات كتير سبب هذا موضوع انا بكلمك والله العظيم انا بكلمك عن حاجات شفتها بعيني فى التالت مراحل دول لما بعد الخلفة لما فى الميد الميدل ايج كايزيز بيسموها قزمة منتصف العمر وهى من 40 لحد 60 وهو ده منتصف العمر اعلمك يا جماعة الخمسين وخمسين دول مش في السن كبير ده ميدل ايج تعريف حتى فى الطب احنا عارفين ده ميدل ايج لا وفي ستات فى السن ده كويس بعد الستين تبتدي بقى لاما بيس وعاوزين نقضي لاما الست عاوزة بقى ايه تزبط نفسها والكلام ده كله عشان ترجع تانى لإيه لشباب فى كل مرحلة من دول هي قزمة ثقة بالنفس وكل مرحلة لها مشاكلها اهم مشكلة فيهم المرحلة الاولانية اهم مشكلة فيهم المرحلة الاولانية اليها بعد الخلفة والولادة وغضاعة وولادها مثلا بقى خلاص داخلوا مدرسة تيجي تبصي نفسها انا واحدة تانية ويبتدي الزوج يقولك انا غاضي بيها انا انت زي الفل انت جميلة انت احلى انت ام العيال انت احلى حاجة في حياتك بس ده مشكوك فى امره مشكوك فى امره هناخدها بمحمل ايه اه يعني اتين فى المية منهم بيبعندهم ارضا 98 شايف بالنفس جحل فى البيت بسبب عدم الثقة اللى عند الانتة با هو اتنين فى المية بيبعندهم ارضا 98 بيلعبوا بديلهم با بلزبط هو مش بيلعب بديلهم حتى هنقول بغض بس هو مش عاوز بواجه عقل احنا جايين نطف النفوس الفكرة كلها اللى انا عاوز اقولها هو انت ليه تعيش فى جحيم ما تخافش الموضوع ببقاش زى الاول واكسب بنت يعني انت لما تعملها حاجة اللى هي عاوزها يعني خليك بقى خليك مسكها فى ايدك انا عملتك اللى انت ايه عايزها ساعديني بقى او او حل عن سماية اي حاجة يعني يعني اعملي اللى انت ايه يعني اعملي اللى انت يعني انت عملت اللى انت عاوزها بس ما ايه لانى بيبقى مريزناء والله فى ستة ادلي لا فى ستة ادلي ما تقلقش انا اعملها يا اعملها يعني واسقة واسقة يعرفها هاو تودو مشاكل الست فى هذه المرحلة حاجة تانى اول مشكلة البطن والسادي خاصة السادي بيحصلوا تغييرات بسبب الغضاع والحمل وكلام ده كله والبطن احنا ولا بنلعب غضاها ولا بنلعب اصدير رياضة اثناء الحمل ولا بعد الحمل ولا اثناء الليل ولا اناق النهار ولا الكلام ده خالص يباش احنا الشتة بيجي الناس ساعة اه الصف بيجي يقولك الناس مفارخ هذا بالزبط احنا منلعب رياضة فى الربيع والخريف تيجي بقى الظهر جديد كتير قوي من السيدات يعني اقولك او يبقى او مشكلة السادي والبطن ده لحد سنة سنتين ظهر حاجة جديدة بقى ان يقولك جديد بقى مشكلة يجي تانية ان بعد الولادة بعد الولادين هي قاعدة فى البطن والماغ الوزن زاد هي داخلها بخمسين كيلو احنا وصلنا الى 120 كيلو طوح عاملة عملية تكمين وتحول ايه مصر ودي حاجة كويسة وانه كمين ديد عشان صحتها وعشان عالها ودي حاجة عملية محترمة جدا اسمنا المفرط وبتخافف الناس من مشاكل كتير تخسهم تلاقي فى جلد وايعة فى الجامعة الايه هدى مشكلة هي خاسة اه بس مش عارفة وعب راحتها فى البيت عشان اترخب ده عشان اترخب ده احنا الموضوع ده احنا بجد عشان بيوت احنا بكلم عشان بيوت بقى مشكلة ترخب ده بقى عندك مشاكل موجودين فى اي بيت مصر لها مشكلة فى السادي دى لو حفظ على رزنها لها مشكلة فى البطن بسبب الحمل والولادة لاما عندك مشكلة ترخب ده عشان سمت وعملت تكمين وتحميل مصر وخست تنمية كبير بقى فى مشكلة ترخب ده وفى نفس الوقت فى جميع الاحوال مش عارفة تتعامل براحتها فى البيت هم دول اقوى ثلاث مشاكل وبقول عليهم دول فى محالة قوانية لان لو جواز عدى هزي المرحلة هيكمل يعنى خلص بقى بتتعود على بعض بيتطبعوا على بعض وهي بتحبص على نفسها وهي بتحبص على نفسها وعلى فكرة انا بقول معلومة مهمة جدا مجرد ترجع سقطها بنفسها انت كسبت جوهرة فى البيت البيت اللى كان جحيم هيتقلب نص الجحيم هيتقلب لجنة هيتقلب لجنة فانت عندك الثلاث مشاكل دول انا بكلمك والله العظيمة دي طول ايمان انا بكلمك على حاجة فى البيوت فعلا انا انا مبسوط بالكلام ده انا بكلمك والله العظيم حجود نيجى بقى الراجل خايف من ايه خايف من واجع بعد العملية الموضوع ده بقاش موجود خايف ان يحصل حاجة فى العملية انا بكلمك مضاعفات لو الكلام انت ماشى تقلي بالقصة بواجع قلب صعب يقلي بواجع قلب طول ما انت مفيش حد هينزل بعربية من البيت مضبط زيت ومضبط فرامل مضبط كل حاجة والعربية كويسة وعمل لها صيانة وهيحصل فيها مشكلة يعني احنا نتكلم منتكلم على الطبيعى ان الاخذ بالاسم طب انت واحد للطور كويس التخدير كويس مستشفى كويسة عارف هيحصل ايه بالظبط مش كل حاجة تعمل مرة واحدة فاكيد نتيجة تبقى ايه انا بنتكلم بشكل علمى عقلانى احنا وصلنا بمخالف عماية التجميل ان عندي عيالة بتعمل النهاردة ومسادقة بكرة انا بكلمك على وضع وضع السادي ببقاش عملية يعني نتكلم عن مشكلة السادي سواء بيحصل ترهولات او هي كانت يدرها صغير من الاول تكبير السادي ورفع السادي ببقاش عملية البطن كمان لو راحنا البطن بقى البطن بقى مشكلة تانية ان هي خلفة ولادة وهي فعلا حفزت على وزنها او خست حتى بعد ولادة بيحصل فيه ترهولات مع ضعف بالعضبات عملية شد البطن عملية بنج موضعي مش بنج كلي النتيجة جرح برسيد في بيكيني لاين او في اسفل البطن العيانة بترجع زي ما هي العيانة والله العظيمة ساعات اولا هقولك اكتر من كده اصلا العيانة بترجع بعد العملية احسن من قبل العملية مش احسن احسن من قبل ما تتجوز قبل ما تتجوز يعني هي مثلا بيبقاش عندها ويست ما عندهاش رسط ما عندهاش منحلة للمؤخرة كل ده احنا مننحتها مننحتها من اجهلك منبونية انا بتكلم بجد الستاتات بعد هذه العملية والله العظيمة انا كلنا مغرب مؤتمر فقلنا اللي عمل الاختراع اللي هو اول واحدة عمل كم ده لازم ياخد نوبر ده عمل انجاز ان عمل حاجة اسمها شد بطن او نحت بطن بعد الحمل لان الفكرة في هذه الحالة احنا بنشد الجلد ومنشد العضلات وبنرسم ويست وبنرسم الكلام ده كله طيب مش عاوز جرحة طيب مش عاوز جرحة ده حل واحد بس لو فيه ترهولات في الجلد بس ممكن نعمل الكلام ده كله بس باستخدام اجهزة تانية لاجيه بلازمة احنا قلنا عليه ممكن يشد الجلد بدون ما يبقى فيه ترهولات منغير ما يفو فيه جرحات ببقى فيه جرحة طب الجرحة يا دكتور لو عملته لا مش بيسيبها علامة هو ده جيه بلازمة فتحة صغيرة بيشد بها الجلد شد مية في المية على فكرة اتفقنا انت برضو موضوع ما حاجة مهمة الجهاز ده بقى قاله بالزبط من شهر اتنين الحمد لله انا من اول ناس دخلتوا ايه الوطن العرب مش مصر بيبتدى يظهر برضو حاجات تانية بديلة مش بنفس قود اه طبعا كوريا والسين شغالين نار وده بقى فيه موديل جديد اللي هو الارجنتين والكلام ده كله بقى بيطلع حاجات تانية ارجنتين بيطلع؟ اه برازيل بيطلعوا الكلام ده كله اللي كانت تانية شغالة كويس فهو بوفي انا بتكلم انا مش بتكلم على حاجة يعني اسم ايه هو المقصد اسم بتاع حمس بوفي نتائج مزهلة انا بدين هنا فيه من شهر تسعة انا مستني بالزبط في اي بحث طب يا جماعة عشان بس الناس تباته ده عشان ابين نتائج ست شهور شهر ثلاثة انا هجيب لك نتائج الكلام ده في الدجاعات وفي البطن وفي الارداف عمل ايه؟ بدون ما يبقى فيه جرح بس ليه بعض حد شهر ثلاثة انه اجرب من اول مرة اجرب على انت عارف حضرتك ان فرق الاجناس بيفرق في نوعية الجلد فانا اول مرة اجربه في الوطن العرب انا مجرب على من دول عربية من السعودية ومن الامارات ومن كويته مجرب عليه من مصر ومن شمال افريق تونس والمارد بغربنا في الكلام ده كله نتائج وهمية بيزداد في الدجاعات والافخاد والبطن بما ان مفيش ضعف وجامعهم بيتعامل ببنج موضعي كان جرح لشد الافخاد او شد الدجاعات زمان كان جرح ده متقيل اه بيختفي بس بياخد وقت او ما يختفي دلوقتي بدون ما يبقى فيه جرح فحنا اتنقلنا من مرحلة لمرحلة اخرى فالزوج في جميع الاحوال غزيل من الاشياء ببقتش تعمل مشاكل وبقتش خطيرة وبقتش مكلفة عشان بس بقدر اتكلم ببقتش الميزانيات الضخمة عشان اعمل عملية تجميل لا ببقتش الكلام ده خلاص طب الفيلر والبوتوكس كمان بالمرة انت عارف العين جاي العينة جايات اقولك طب ووشي كمان طب انا هقولك على حاجة الناس كلها تطعر اواج وتكتبع الوجه الوجه بيتأثر بحاجتين السن والجاذبية السن والجاذبية الجاذبية بتخلي الطريهات دول يزيد فيه مينتيننس وفيه علاج المينتيننس الوجهة اربع حاجات عشان تحافظ على الوجه رقم واحد محلول ملح محلول ملح بتاع الوجيد محلول ملح ده اكيد اضرى من انه هو ايزوتونيك يعني هو نفس السائل اللي ماشي جوا جسمك تمسح وشها مرة يوميا قبل النوم رقم اتنين الاكل الصحي والانتي اوكسدنس والغياضة وعدم التجدد وعدم التجدد بلازمة 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 كل شهر مرة واحدة وما تجيبش اي مستطرات تجميلة انا بتكلم على الحاجات طبيعية بلازمة عشان فيها الصفايح اللي بتدي المحفزات اللي خلاني هي ايه تتجدد البي اربي يعني البي اربي اربعة هايفو الهايفو هو هاي انتينستي فوكال ألترا ساوس دي بتشد الجلد بتزود التون اللي في الجلد فتقلل عامل الايجينج بروسس اللي هو تقضم في السن واتجازبه دول اربع حاجات دول المنتينس اللي هو اللي هو انا جبت الدكتور ايمي او دكتور حاتم وعملت منهم استنسخت منهم واحد تاني وده بيعمل حاجات دي وده بيعملش حاجات دي بعد سنتين شوف الفرق ده المنتينس العلاج بورتوكس والفيلر البورتوكس هو شد تجعيد المتحركة الديناميك للوجه كويس الفيلر يتيز تفال ان هو املك فيلر او دهون واتفر حسب كل عيام محتاج ايه مفيش حد احسن من حد الدهون احسن من كتير بس دي استخداماتها صحيحة والفيلر ليه مميزاته الصحيحة ده ليه استخدامات وده ليه استخدامات المنتينس مهم والعلاج مهم عشان تبقي فسن والله فيه ستات بتخشي ليه انتها بيكلك شيد بيبقى فيه بيبقى فيه انا ساعات بابوس هو انت فعلا من ستين والله انت عندي حد كتبق بعيد انا رقبتلك مداتين هو عشرين خمسة وعشرين اه مش هستدى لانها بحافظة المحافظة بتخلي العلاق بسيط كميات البوتوكس تحتاجها اولاية كمية الفرار تحتاجها اولاية جيناتك طبعا ده جزء كبير اه ده الجين ده مهم بس معها المحافظة مفيش حد مش هيخسن سنانه والسنانه هتده نظيفة معك جيناتك كويس ده الحاجات حاجات بسيطة تخلي السيدة في الاخر مبسوطة وادام السيدة مبسوطة جزء هبقى مبسوطة او على الاقل دماره هتبقى مستغيحة اشتري دمارك ودي حاجة مهمة انت بتضحك ليه محنان كلها بيشير دمارك انا بكلمك عن حاجة اه طبعا انا بكلمك عن حاجة بجد يعني قدم السبت لا والله العظيم انا بكلمك من احسن الحاجات اللي اتعملت في اللي ربنا عملها الزواج والأسرة ده محجزة جواز ده محجزة أسرة كميونة صغيرة لما فهوش غاحة وفيه وجع يفعل وجع القلب الموجود أصلا يعني فيه الدنيا فيها وجع قلب تلك مش طلبة يبقى وجع قلبي بزيادة سواء ليها او سواء ليه وخصوصا فعلا الحاجات ببقتش ايه صعبة وبقت الدنيا تعمل سهلة سواء تعمل ثادي سواء تشد تغاهلات بجي بلازمة سواء تشد تغاهلات تعمل تشد بطن سواء تعمل حبة بلان تينانس بلازمة وهايفو وبقتش الحاجات غالية خلاص الحاجات بقت ممتشها وموجود بس الشرط صح انت محتاجها ايه تفهمها يحصل لك ايه مع حد صح في مكان صح اه طبعا طبعا خلي بالكم ان جراحة التجميل الست لما بتبع عندها مشكلة وبتفكر في جراحة التجميل أرجوك أيها الرجل الصديق ما تستهيفش كلامه ما تستهيفش احتياجها انها تكون أفضل ما تستهيفش او ما تقللش من حاسسها ده في الحدود الطبيعي طبعا انا ما بتكلمش على المهوسات او اللي عندها حالة نفسية ومهوسة بجراحة التجميل لا انا بتكلم على اللي محتوطة في حدود الطبيعي خليك متعقل لها خليك فاهم وانتي لما تيكي تشرحي له لازم تخليه تفرج علينا الاول لازم تفرج على جراحة التجميل علميا يعني ايه لانه كثير من الرجال اللي ما عندهاش معلومات فاكرة ان الستات هقولك ايه فيه تعبيرات مصرية كده لك دي رايحة تشفت وتنفخ وتكبر وتصغر ومش اعرف ايه ده مش جراحة كويس او يحلق شعره او يحلق دائنه دي حاجة واح شكل لا طبعا ان شكلك يبقى مهندم مهندم ده حاجك واح شكل ان الله جميل انه يحب الجمال مهندم انا بطبعا احنا منغراش اشكال احنا منزبط الشكل او منشيل عوامل الزمن انت نورتني واسعتني انت اسعتني لانك دخلتني انك دخلتني قلب البيت المصري اللي بينتقل جوه انا بكلم بجد والله انا بجاي اتكلم في الحلقة دي مخصوص عشان مشاكل حصلت في عيات التجميل المشاكل اللي بتظهر بشكل واضح جدا يبدو انه حتى الدكتور حاتم هو بيشرح اللي بيحصل في حوار ما بين الزوج والزوج جوه عيات التجميل كان شوية دبلوماسي لكن واضح انه ممكن يحصل خناقة يحصل خلاف واضح ممكن الست تجيب جزهة عشان تعمل حاجة في الجراحة التجميل وهو بيبقى مش موافق وهي مصرة ويبدأ يحصل نقاش ويبدأ يحصل نوع من يعني الانفعال النفسي قدام الدكتور وواضح ان انت بتشوف الحاجات دي لازم الكلام ده يختفي تمام يبقى فيه تفاهم يبقى فيه لغة حوار ويبقى فيه فهم لمعنى جراحة التجميل انا نفسي اختفي من القاموس الذكري لانه ده معروف في حوارات الذكريه اللي بين الرجالة ومعضها يقول لك يا عم ديه شفتة ديه يا نفخة اللي انت شافه ده كله مش حقيقي شوف واحدة حلوة تقود عليها مش حقيقي ليه؟ انا حلوة انت مش شافه حلوة؟ حقيقي لا 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 ده كله اصل ده كله انت عارف حاجات دي كلها تركيبات حلوة الست حلوة باينة حلوة انت المعقد بقى صراحة على فكرة اللي انا بقول ده مهم جدا جدا لانه الناس كتير خلاص حفزت بقت تكرر جمل محفوظة بقت تكرر جمل مستنسخة مش طعمها حلو على اللسان ولا في الودن انك تشوف واحدة حلوة تقولي اه مش حلوة انك تشوف جهد معين في حتة معينة وقال لك يا عم شوف واحد ناجح وقال لك يا عم تغاصل بالواسطة ما تشوف ناجح ليه؟ ما تشوفه ناجح ليه؟ ما تشوفه قد 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 كويس ليه؟ لان احنا بنشوف دلوقتي مفيش حد بينجح بالواسطة طول حياته مستحيل طالما نجح ادم نجح ومستمغ ما هو كلمة نجح؟ معناه انه وصل الدرجة معينة من النجاح استيباناته دي بييد ربنا لكنهو عمل حاجة وهو كله بييد ربنا بالصبت الجمال ده نجاح احترموا يا أخي وسعى لي تناورتني أستاذنا وضيفان العزيز تسخنتني أوي وأسعدتني بهذا الحوار ضيف العزيز القمال علم الكبيرة أدخلنا في بيوت المصريين بشكل شيك أوي أو فتح نافذة صغيرة وخلنا نطل على فكر الدماغ المصرية بمطقة الصلاحة كعادتي خليكم بعضهم أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا وحلقة شديدة الأمية اللي أنا متخصصة جدا في جزء مهم جدا أنا بعتقد أنه هو واحد من نقدر نقول يعني حاجة شبه الإميرجنسي الإميرجنسي طبعا طوارق لكن هي حاجة ضرورية لازم تصلح هي الندبات الندبات يا جماعة دي حاجة مؤسفة جدا ومزعجة للغاية وتأثر تأسير نفسي كبير جدا اللي عنده ندبة اللي عنده جرح يعني ندبة يعني جرح جرح حسب بقى هو فين حجمه إيه درجة تشويه ويه وإيه للجلد الإنسان بيتحرك وبيتصرف اللي عندهم فيه ناس عندها جروح يعني زي ما احنا شفنا كده بتصرف بطبيعة بطريقة عادية يعني بتوريك مكان الجرح فين لكن طبعا جروح لو في الوش مشكلة لو في حتة بينا دراع بالنسبة للست مشكلة أيضا الجروح بتعمل إيه بتخلي الإنسان ما يحبش يبص أو اللي قدامه يبصله كتير يتجنب انه يقعد قدام حد كتير يتجنب طبعا التصوير يتجنب الظهور الاجتماعي اللي فيه حديث للناس يعني لو طلب منه انه يلقي الكل ما بيرضع ما بيرضع حتى لو منصبه يستدعي ذلك يتجنب انه شريك حياته يعني لو هي ست بتخلي جوزها ما يشوفهاش في النور قوي تحاول دايما يكون في ديم لايت في البيت تعمله اسلوب حياة الراجل نفس الكلام برضو ممكن قوي يربي دقنه عشان يداري إصابة عشان هو مش مش مربيها مثلا ما فينا يعني سنة لا ده هو مربيها مضطر فدي حاجة برضو كمان انتفاعه الاجتماعي ما بيحبش الاجتماعات وفي نجوم كتير اوي على فكرة كان عندهم سكار نجوم مشهورين يعني مثلا كاترين زيدا جونز كان عندها سكار او عندها سكار طبعا الليلته قوي كاترين زيدا جونز موجود عند القصبة الهوائية كمان لو شفنا سلطها يعني باين جدا وبرضو اللي باين اكتر بقى هاريسون فورد يعني هاريسون فورد الحقيقة اي حد يشوف السكار بتاعه واعتقد انه اصيب بيه في حد السيارة كان عمره زيعتها عشرين سنة اللي بقى مشهور اوي بس ده سكار بتاعه له قصة طويلة اخوكين فوينيكس نجم السينما واللي خد جلسة اوسكار في جوكر طبعا مشهور جدا ومغيرش السكار بتاعه واعتقد انه مش هغيره طول عمره كيت ميدلتون برضو عندها سكار والسكار يعني مخفي نسبية ساندرا بولوك عندها سكار جنب عينها الشمال وبايد يعني ساندرا بولوك السكار بتاع جنب عينها الشمال باين جدا جدا وده كان حادث جالها او اصيبت به في طفولتها انجيلية جولي عندها سكار برضو في رقبة عند الرقبة موجود وده بنعملها الجراحية القصص كلها بتاعت السكار كلها مأساوية وعلى فكرة في افلام امريكية بتتعامل على الندم على السكار طب النهار ده هنفهم هذه القصة الهمة جدا في عالم الجلدية في عالم التجميل كيف نتعامل معه في واحدة من اهم حلقاتنا على الاطلاق اعتقد انتو اي بيت في اي فرض عنده سكار لازم يقعد يركز جدا جدا عشان يفهم النعرض ضيفاتي العزيزة النهاردة منورانا في الدكتور دكتورة ندين حمادة استشارة الامراضي الجلدية وعضو الدولي بالاكاديمية الامريكية لتجميل الجلد اهلا بك دكتورة ندين منوراني وسعيد جدا بهذه الزيارة الجميلة خلينا نبدأ في منطقة علمية ازاي النتبة بتتكون وليه نتبة بتبقى واضحة ونتبة ثانية اقل اولا هي طبعا الندبات اسبابها كتير وانواعها كتير ممكن نصنفها بالاشكال بتاعتها لحاجة عالية او هايبرترافيك او التلايفات اللي بتعمل زي كيلويدز بنشوفها في اصحاب البشرة السامرة او ندبات ضامرة او اترافيك دي بتعتمد على حاجات كتير سببها كان ايه انا جيناتي او الطريقة بتاعت حلوة فجروحي دايما متصبش قصر وممكن اكون كده بس النوع الجرح مش حلو انه في حتة فيها تانشن فباستمرار بيتفتح صعب ان الجلد يلتقم فيه او جاء لي بكتيريا او التهاب او انفكشن عمل التهاب شديد الالتهاب الشديد بيأثر على شكل الجرح النهائي فابوس الاقي اما الجرح بقى عالي او او بقى ضامر وبقت حفرة اترافك نزلة عن مستوى الجلد واحيانا كمان بيكون فيها بقع للناس اللي بشرتها عندها نشاط سبغي شوية برضو جينايا طبعا الندبات الاسوأ على الاطلاق اللي هي بسبب الحروق ودي طبعا لان فيها التهاب جامد قوي فبنشوف فيها تقريبا كل حاجة بنشوف فيها الضامر وبنشوف فيها العالي وبنشوف فيها البقع الجامدة وبنشوف فيها الأماكن اللي بقت عاملة زي البوهاقة وما بقاش فيها لون صبغة اطلاق دي لأن نسبة الالتهاب فيها كانت شديدة قوي سؤال من شقين الأماكن اللي انت بتشوفي فيها الندبات أكتر والأماكن اللي انت ما تحبش تيجي فيها ندبة اللي الجلد مشدود جامد عليها ما نفضلش إنها تكون موجودة ويمكن مرضى السكر اللي بيجي لهم نوع من أنواع ضمور الجلد بسبب مشاكل في الأوعية الدموية الأترافيك باتش أو النتبة الضمرة اللي بتطلع على الرجل من تحت بتكون صعبة جدا. وبنحاول نعالجها لهم لدرجة ممكن توصل لرؤعة جراحية. إن أنا أاخد جلد من حتة سليمة وأحطه مكانها لأنها صعبة العلاج. طبعا إن ده بتل في الوش. زي ما حيك قلت النتبة اللي في الوش ممكن تغير مستقبل بني إيدا. إنه حد عايز يشتغل أو يتعامل مع جمهور بشكل يومي. والنتبة اللي في وشه تخلي الأماكن اللي بيتقدم فيها للشغل ترفضه. أو الشباب اللي بيعتبروهم بتوع مشاكل أو يمكن دخل تخناقة وهو كان وهو صغير واقع وده كان سبب النتبة. ممكن تكون نتبة صغيرة قوي بس أسرها كبيرة قوي قوي في النفس خصوصا إذا جات في المكان واضح قوي زي الوش. حنان المطاوع الممثلة العبقرية الجميلة عملت فيلم عملت فيه بنت اللي هي من بنات الشوارع اللي بتخنق في الشارع وخدت تعويرها في الشهر وكانت دائمة التردد على السردالية تروح تجيب كلمات بس طبعا عشان الحقوق وما نقدرش نعرض جزء من الفيلم ده. بس مشهور أوي المشاهد بتاعتها في الفيلم تعني كم المعاناة حتى لو بنت بسيطة يعني بالضبط. الانواع بقى بتاع الندبات ايه؟ احنا ندبات عندنا لو بنتكلم على أشكالها زي ما قلنا ممكن تكون ندبات عالية أو اللي هي فيها تلايوفات زيادة فبنلاقيها عالية دي اللي هي أو ندبات ضمرة اللي هي أترافيك ودي صعب قوي في التعامل لأن بتكون التلايوفات بتشدها لتحت وصمك الجلد نفسه فايع فدي زي مثلا أثار حبوب الشباب مثلا أثار حب الشباب من الحاجات اللي دايما لما في فترة الشباب الناس اللي بيجي لها حبوب كتيرة قوي بيكون فيها التهاب شديد ما بتتعليكش كويس أو ما بتتعليكش بسرعة دايما بتشوف فيها التحفيرات دي وبعد ما الفترة أو المرحلة بتاعت حب الشباب بتخلص بيفضل مشكلتنا بنتردد على عيادات دكاترة التجميل حلولي مشكلة الأترافيك سكارز أو ندبات حب الشباب كمان في البشرة الأفريقية أو البشرة الصامرة شوية الكيلويدز أو اللي هي التلايوفات نقدر نقول دي ممكن تطلع لوحدها أو من أقل خربوش أو جرح ألاقي في تلايوفات عالية بتطلع في الجلد يمكن أنا بحيث أن الحاجات العالية سهلة شوية في التعامل أقدر عملها الليزر أقدر أحقنها فتتسطح فإلى حد كبير يكون شكلها كويس بنفضل نستراجل أو بنعاني قوي في الندبات الضمرة اللي بنحس أن إحنا دايماً بنبتهد طب أجرب ليزر طب أجرب حاجة تانية طب أعمل إيه لأنها فعلاً بتكون الأصعب في العالية ضمرة بمعنى عشان نستفهم ضمرة يعني نزلة عن مستوى سطح الجلد وأحياناً بيكون الجلد نفسه بلاقيه بيلمع قوي زي كأنه إزاز أوصيني أنه الجلد نفسه ما بقاش فيه طبقاته الكاملة سمك الجلد قلي قوي وممكن أشوف ساعات الأوعية الدموية أو شعارات الدموية الدقيقة تبتدي تبين كأن الجلد بقى شفاف ونازل لتحت أو تحفيرات ونقر زي اللي بنشوفها في حب الشباب في قصارو ألاقي أن فيه حتة مطبط طالعة ونازلة أو نقاط كأن المسامات وسعت ألاقيها نقاط أو إحنا بنسميها آيس بيك سكارز في المصطلح العلمي آيس بيك سكارز بزبط كأنها آيس بيك داخل الجور سكار يعني نتبة جمعها سكارز الناس مش فاهمة أن الجلد طبقاته بزبط تشرح لهم بقى مشكلة الناس بقى أنها ما بيجيش في الطبقة السطحية لو أنا تجرحت جرح بسيط الطبقة السطحية من الجلد اللي هي الإبيدرميس بيكون الخربوش ده الطبقة السطحية دي بتبجد تقريباً خلال الشهر أو خلال 28 يوم تماماً دي ربنا خلق أهلنا علشان نحافظ أو نحمي الجلد من أي عوامل خارجية احتكاكات أو تعويض لو الجرح كان عميق ودخل للطبقة اللي تحتها طبقة الجلد العميقة دي حيتكون فيها تجمع دموي لأنه دي طبقة غنية بالشعارات الدموي والطبقة دي غنية بالشعارات الدموي وفيها الشعر أو بصيلات الشعر وبيكون الدور بتاعها أو الوظيفة إنها تكون سمك الجلد وتفرز الكولوجين والإلاستين اللي بيدوا للجلد الملمس والتخم بتاعها لما السكار كلما يكون عميق ويدخل على طبقة الجلد اللي هي الدرميس لو كان في سطحها جايز يخف إزعتنينا بيه بشكل كويس لو كانت عميقة قوي قوي ودخلت للطبقة الأعمق من الدرمس أوقات كتير جداً الألياف اللي بتتكون بعد ما التجمع الدموي بيروح بتسيب لي حاجة قد تكون الألياف دي بتشد لتحت والجلد اكتماله مش كامل قوي وألاقي أن النتبة بقت حفرة نازلة أو ضمرة زي ما احنا بنقول وأوقات التلايفات بتكون زيادة قوي 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 فأبس ألاقيها بقت قبة عالية أو بقت كأنها بامب أو كأنها مطب طلع فوق سطح الجلد النتبة بقت يا جماعة زي المطبات الموجودة في مصر مساهلة يعني مساهلة إحنا عدينا مطبات في مصر كتير فوق أو تحت حسب انت ظروفك معروفة نقرب شوي من أشهر أنواع النتبات لها حب الشباب السؤال الكلاسيكي قوي بنت عندها حب الشباب أو ولد هيسألك يقولك هو إيه اللي بيحصل في حب الشباب يعني يعمل لي نتبة يعني ده حب الشباب إحنا حبوب الشباب عندنا أصلاً إحنا دايماً بنفهم العينين بتوعنا إن دي مرحلة دهني نشاط دهني زيادة في الجلد النشاط الدهني ده مالوش زرار نقدر نقفله أو نتكع عليه نقوله وخلاص وقف إحنا لازم نتحكم في الإفراز بتاع الدهون على قد ما نقدر فبنقولهم بنحاول نحطوا الحبوب تحت السيطرة طيب ليه؟ أولاً لأن أنا لما بسيب الحباية بسيب الإفراز الدهني زيادة ده بيبتدي يزود أو يقفل المسام الدهنية المفروض بيطلع منها على سطح البشر بعد ما بيتصد بيكون في مشكلة في تأشير الجلد السطحي اللي هو إحنا قلنا كل 28 يوم بيكون بطيق شوية فتبتدي تقفل لما تقفل بيجي عليها بكتيريا اللي إحنا بنسميها أكني دي بتيجي تعمل صديد فتبتدي تطلع لي راس صديدية فلاقي الحباية بدلا ما كانت راس بيضة أو راس صودة بتدى يبقالها راس مسفرة شوية اللي فيها الصديد طيب ما عالج نهيش أو حد يلاقي فيها واتك عليها عشان يطلعها أما تفرقعت جوه بتعمل التهاب شديد جداً والالتهاب ده بيبتدي يعمل تحفيز غير واعي أو غير منظم في الجلد فبتدي أطلع ألياف 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 فبتدي أكون يا إما قبة سبتة يا إما حفرة يا إما السست أو التلايفات أو التكيوسات اللي بتبقى مليانة مواد دهنية وصديدة طبعاً أي حباية وده دايماً بقوله للناس الحباية اللي بتتساب أكتر من ثلاث أسابيع هتساب لي حاجة يا بقع يا حفرة يبقى مهم جداً في فترة الشباب فترة حبوب الشباب حتى لو بتظهر لحد السن كبير أو لحد السن الصغير إن إحنا نعالجها باستمرار ما نسيبش حاجة بلا اهتمام وأقول خلاص هي تيجي وتروح لوحدها بحط الدوة زهقت لأنه في النهاية أثر الحب ده حيفضل وراك بقيت عمرك وهنفضل نعالج فيه والحقيقة بياخد وقت ومجهود كبيرة انت خوفتيني كمان من الندبات الضامرة الضامرة تاني اللي هي محفورة داخل الجلد طب هنقف قدامها شوية دي الأصعب شوية في التعامل وهي دي النوع اللي بنشوفه في حب الشباب بأشكاله المختلفة سواء كانت رفياعة قوي اللي بنسميها آيس بيك أو اللي بتبقى عاملة زي المربع بوكس شايب بنسميها شبه الصندوق أو اللي بتبقى رالنج عاملة زي المطاب الخفيف كل الندبات الضامرة اللي يمكن أكتر حاجة بنشوفها فيها حب الشباب مشكلتها إن الألياف بتشدها لتحت بيجي أحاول أعمل لها مثلا ليزر عشان تسخن سخن طبقات الجلد الألياف دي شديه لتجلد تحت فابتدأت دا كاترة يفكروا طب نعمل إيه أدخل بإبرار فياعة وحاول أقطع التلايفات دي لقوا إن دا حال لحد دا ما مجزي بس بيعمل ساعات تجمع عدة موية بتقعد وقت طويل وطبعا كل ناس دلوقتي سواء كانت شباب صغيرين بيروحوا الجامعة مديرس عندهم تمرينات أو شباب بيشتغلوا مش عايز يقعد في البيت ومش عايز يعني يبقى شكله عنده مشكلة عنده حاجة ورمة عنده حاجة زرقة كد ما توعد وقت طويل والناس تسألوا في إيه لما بنيجي نعمل ليزر برضو بتبقى مشكلتنا إنه الهيلنج أو الداونتاين بتاع الليزر بيبقى وقت طويل وشه بيقعد أحمر فترة بنقوله متطلعش في الشمس وبعدين بيقلب ناشف وبيقشر فالناس دايما بتدور دلوقتي على إيه أكتر حاجة ممكن تكون عملية وفي نفس وقت تجيب نتيجة الندابات الضمرة هي أكتر حاجة بتغلبنا علشان موضوع التلايفات اللي بتشد الندابات العالية سهلة إن أنا ببلس داي ليزر أو ببسكولر ليزر أقللها أحقن بوتوكس بيقللها أحقن كينة كورت إنجيكشن أو كورتيزون مخفف في الندبة العالية فتقل فيبتدي بقى شكلها مساوي للجلد لكن وأحيانا ما بنسيبها لوحباها كمان بتخف يعني سعب بنقول لما الأوعية الدموية المغزية للجرح دا تقل خلال سنة مثلا حتلاقيه بقى أقل وعشان كده ما بنحبش نعالج العالي قبل ست شهور لكن الضامر بنتغلب في إزاي نقطع التلايفات دي ويمكن يعني الحاجات الجديدة اللي بتديني نعملها إن إحنا بتديني نلجأ للحاجات المحفزة لطبقات الجلد وفي نفس الوقت تفكيلي التلايفات بتاخد وقت قابس بقى بتجيب نتايج زي مثلا إن أنا استخدم درما بان أو درما رولر مع عناصر نمو أو مع البلازمة ويمكن أنا كمان يعني أغلب الناس بستعمل عناصر نمو بالدرما رولر والدرما بان أنا بحب أحقنها كمان جوا الجلد لأن إفاكت الحقنة بتاع مادة تقيلة شوية بيدخل بين الألياف ويفكها شوية وعلى بان ما المادة التقيلة دي بتتشرب بتاخد لها يومين ثلاثة حيكون الألياف بقت أكثر ارتخاء بعد ما أعمل الجلسات دي الألياف تبتدي تهدى سطح الجلد يبتدي أعلى لما أعمل ليزر ما أخدش جلسات كتير ويمكن دي شاكوة كتير قوي عند المرضى اللي بيعمله ليزر من أثار حب الشباب أنا بقعد جلسات كتير قوي وبيأخد نتايج ضعيفة شوية التشخيص هنا مهم يعني أن أنت تقدري الخطة لعلاجئة ما هو وضح أن هناك خطة علاجئة أنت لسا نتلنا هنتكلم على تفاصيلها دلوقتي بس التشخيص بيتم إزاي؟ أولاً إحنا لازم نعرف نوع النتبة ولازم نعرف العيان النتبة دي جات له مانئين لأنه مثلاً لو العيان دي كانت نتبة بسبب لصع أو بسبب حار أكيد مش هفكر عمله ليزر بيسخر لأنه بالمنطق هو ريأكشن بتاعه أو رد فعل جلده ليه التسخين مش كويسي لازم أدور الحاجة أمي وفي نفس الوقت لو كان عمل جرح جراحي وتخيط خياطة تجميلية وطلع وحش مش هفكر في جراحة مش هفكر إنه أشيل وأقصه وأعمل جراحة تانية ولو هعمل جراحة لازم أعمل حاجة تانية مع الجراحة أعمل ليزر بقى بعد الجراحة أحط لازقة ساليكون أو حاجة تخلي فرصة الجراحة مرة تانية أحسن فتشخيص الحالة لازم أبقى أعرف كمان تاريخ المرضي بتاع الحالة نفسها جروحه عموماً شكلها إيه؟ الرياكشن بتاعها أو رد فعل جلده مع تسخين شكله إيه؟ هل أنت جربت علاجات معينة لأني زي ما قلت لحضرتك في بعض أنواع حبوب الشباب أصعر حبوب الشباب بيتحسن جداً بالليزر زي مثلا الـ بيتحسن بالتأشير بيتحسن بالليزر بس البوكس شيب سكارز أو اللي هي بتبقى عاملة زي المربع ما بتتحسنش بالليزر قوي الرولنج نص ونص ممكن أعمل ثمن أو عشر جلسات وشكت حسن طفيف لازم أعرف أغلبية الندبات دي إيه؟ لو كانت رفاية قوي ودقيقة ممكن نعمل التأشير الموضعي فيها يجيب نتيجة كويس أو فراكشن الليزر ويجيب نتيجة كويس أما الناس اللي عندها منطقة كبيرة من الجلد دامرة أو عندي ألياف كتيرة أو يشد الجلد التحت لا اللي ما بقتش أكتف قوي ما بقتش نشيطة قوي إنها تبقى نشيطة هيجيد نتيجة أحسن بكتير العلاج ويبدأ بمثلا الدرما رولر صحك؟ نحن حاليا يمكن الميزوترابي مشوي خد FDA وعلي تساؤلات كتير لكن الحاجة الوحيدة لو أخد FDA هي عناصر النموة وعناصر النمو دي بنقدر نحطها مع الدرما بان والدرما رولر الدرما بان والدرما رولر لوحدها بتهمل قنوات محفزة للجلد لأنها جروح صغيرة قوي فبتحفز خلايا الجلد العميقة إنه في تعويرة فكل الخلايا الخاملة بتبتدي تقوم والنقطة الصغيرة بتاعت الدم اللي بتطلع بتبقى محفزة إن أنا أطلع البيبتايدز أو البروتينات المحفزة لبناء الكولوجين فيبتدي الجرح بشكله أحسن لو أضفت بقى مع الدرما رولر أو الدرما بان اهناصر نمو دي أنا بستخلصها أصلا من الجلد وبيتعملها كولتشر ودي بتبقى حاجة جاهزة يعني جاية من بر بتكون بيوريفايد ومعمولة بطريقة متصنعة بطريقة دقيقة وبيبقى معاها البروتينز اللي هي طبيعي في الجلد بتحفز زهور الكولوجين وعناصر نمو نفسها بتحفز زهور الكولوجين ويبقى معها البروتينات مضدة الالتهاب فأنا ضمنت أني هعمل جلسة مش هيحصل الالتهاب لأن الالتهاب كان قبل كده زمان ناتجته ندبة فمش ها مش ها هروح أعمل ليزر أو هعمل أي بروسيدر تجيب لي التهاب زيادة هتروح عمليلي بقع أكتر أو ندبات أكتر أو على الأقل هفضل زي مدى فيمكن اللي إحنا حسينه إنه شيء جديد شيء يعتبر ثوري بالنسبة للحاجات الموضعية أو بالنسبة للميزوتيرابي اللي بيتحط في طبقات الجلد السطحية يعتبر فعلا فعال والميزة كمان إن يقدر استعمله والجرح لسه بيتكون أغلب العلاجات اللي بناستخدمها للندبات باستخدمها بعد من النتبة تخف يعني باستنى ست شهور باستنى سنة تكون خلاص النتبة خفت خالص بعدين أبتدي الخلايا اللي هي عناصر النمو والبيبتايد أقدر أستعملهم والجرح لسه جديد عشان أحسن تكوين الكولوجين وتكوين الجلد وأمنع إن السكار أصلا يحصل ولو خلاص حصل مع الدرما بان والدرما رالر ده بيكون عامل محفز جدا وفي نفس الوقت دي أقليل الالتهاب اللي الدرما رالر والدرما بان بيعملوه فبيخد نتاية كويسة عوامل النمو واضح إن هي اللي فرضة نفسها على هذه الجلسة العلمية المتميزة جدا عوامل النمو واخد منك اهتمام كبير في الكلام كل الفاكتوز التانية انت عاملها بتخدم عوامل النمو صح طب تكلمينا أكتر عن عوامل النمو انت النهاردة قلتي جملة يعني الناس مش تفهمها أكلتش عارض إنها بتيجي معقمة تمام تكوناتها ايه؟ هو ببساطة احنا الناس زي ما احنا قلنا في استعداد جيني إن أنا جلدي ما يعملش رد فعل حلو للجرح وفي نفس الوقت ممكن مع السن أنا كانت جروحي ما بتسابش أثر ومع السن بتسيب أثر كل ده الخامة بتاعة الخلايا بتاعة جلدي مش حلوة قوي طب أنا عايزة نشطها وحطها في أحسن شكل ممكن هعمل ايه؟ دي اللي خلتنا نفكر ايه اللي احنا ممكن نعمله ينشط زي ما قلت لحضرتك أنا يمكن تشجيعي قوي لعناصر اللماء جت من ان احنا جربنا الليزرز كتير قوي وبشوفي نتيجة قوي بس بنتعب قوي مع الحالة وبتقعد كتير في البيت وأنا عايزة نتيجة قوية والناس دلوقتي كلها بقت عايزة نتيجة سريعة فبتدينا نفكر طب ايه اللي ممكن نعمله جديد والحقيقة انا شايفة ان دي حاجة عملت فرق كويس قوي قوي ان اولا هي عايزة ناصر طبيعي بتمشي في نفس سكة الجلد اللي بيخفف الجروح بتاعتها بنعتصب نفسه لان انا مستخلصها من الخلايا بتاعت الجلد بس زودتها يعني اخدتها في مصنع وابتديت ازود كميتها وركزها مش بس كده حطيت معها الهاليرانيك أسد اللي هي المادة المشهورة للفيلر اللي احنا دلوقتي بنستعمله اللي هي بتدي نضارة وترتيب للبشرة وبتحط معاها المواد اللي هي بتقلل الالتهاب، بتحط معها فيتامين زي فيتامين سي فيتامين اي الحاجات دي بتحسن التائمة الجروح وبتمنع الاكسادة اللي هي دايما بتعمل لنا الاثار اللي احنا بنشوفها للجروح اللي هي اثار الالتهابات الشديدة اللي في الآخر بتعملي بقعة بتعملي حفرة، بتعملي تلايف لو أنا حطيت مضادات الأكسادة اللي هي فيتامين A وفايتامين E وفايتامين C ده بيقلل أو بيمنع أن الالتهاب يكمل إلى الطريق ده فبنوقف الالتهاب في النص وفي نفس الوقت بحفز خلايا الجلد أنها تطلع بأحسن شكل ففي النهاية بخلي شكل النتبة يتحسن بشكل كبير وفي الآخر أنا ما عملتش حاجة متعبة للعين ولا هتقعده في مستشفى ولا مؤلمة إحنا بنحط يدوب بنج موضعي ربع ساعة أو نص ساعة في العيادة والعين بتطلع أو العين بيطلع وشه محمر شوية أو أصار الجرح محمر شوية 48 ساعة كأنه ما عملش حاجة في الجرح وبنبتدي نشوف بعد كده التحسن من يعني نقول من 3 ل 6 أسابيع يكون الكولوجي نبتدي يطلع بتدي يحس بالفرق في النتيجة الليزر موقعه ايه من المعدلات المتميزة تركيبة المتكاملة واضح ان انت بتعاملي مع النتبة كأنه كان حي فكان حي عدو فبنهاجبه بقى بدبابات وطيارات وليه بقى ايه عامل نمو ومضادات الاتهابات بنوقفه عند حده بنخايفين من بنفك الفيبروزيس تلاقي وفاة دي الليزر اللي أكيد برضو شعبيته عالية جدا وانا بحبه جدا يعني انا يعني الـ CO2 يمكن بقى لي حوالي 14 سنة بشتغل بيه وبحبه جدا الفراكشن الليزر انا باعتبره الليبل الاخير للصنفرة والتلميع اللي هو زي ما بنكون بنصلح صورة بالفوتوشاب وبنعمل ملمص هي اللي بتديني الفاينال توتش انا يمكن لما ابتديت في الاول بالليزر لقيت نفسي بتطول قوي مع العيني لكن لما بقيت بخلص بالليزر بقى احسن بكتير فبقينا بنبتدي بعناصر النمو الاول نحسن الـ quality او الخامة بتاعت الجلد ونشيل او نفك التلايفات اللي شد الجلد التحت بعدين نبتدي نعمل الليزر هعمل جلسات اقل وحاخد نتيجة احسن وحتبقى القصة متكاملة واحنا بنشوف الحالة او يعني انا دايما بكلم مع المرضى بتوعي بنتناقش مع بعض في الموضوع خطو بخطو احنا الاول هنعمل ده وحنشوف ابتدينا نتحسن حناخد تحسن جلسة بجلسة ممكن نحتاج جلستين ممكن نحتاج اربعة ممكن لو الدنيا جامدة قوي نحتاج لستة طب خلصنا طيب فاضل ايه؟ فاضل بقعة ولا فاضل لسه التكستر او الخامة بتاعت الجلد مش سليمة قوي يبقى انا هلجأ للفلكشن الليزر وساعاتها هيكون قوي قوي يعني هتكون لمسة الليزر اقوى من لما بتدي بالليزر على طول كالعادة دايما في الجلدية نقول هل هناك ما يمنع من استخدام هذه النواية من العلاجات يعني سواء الجروس او الليزر يعني ده او ده الجروس فاكتورز او عناصر النمو عموما هي امنة جدا وما فيش موانع الا بعض الاشخاص زي اي مادة ممكن يجيلو حساسية ودي نسبة مش كبيرة ولكن بنحطها في الاعتبار وعشان كده يمكن انا شخصيا في الحاجات الضامرة احب احقنه ولكن عملي ما بعمل ده في اول جلسة مع العين اول جلسة بنحطه موضعي مع الدرما بان بالراحة كمية قليلة بنشوف الاخبار ايه لما العين بيجي مفيش ري اكشن كله تمام ممكن بعد كده ابتدي احقن لو انا محتاجة ان عناصر النمو توصل اعمق شوي يمكن في ناس كتير ما بتحبش تحقنه او الشركة نفسها المصنعة تقولك خلينا سطحي عشان متعملش ري اكشن بس انا بحس انه الدرما بان كان اختبار ولو عايزة اجيب نتيجة اكتر لأ انا ممكن كمان احقنها فافك بيها التلافات اكتر واعمل معها الدرما بان والدرما رولر واجيب نتيجة كمان تكون اقوى اذا ما فيش حساسات بخلاف الحساسيات الحقيقة مشوفناش منه اي مشاكل وكل شيء في الدنيا ممكن يحصل فيه منه حساسات كل شيء بداخل النمو ايه اذا نصيب ايه اذا نصيب ايه اذا نصيب ايه اذا نصيب واحنا ممكن نخلي العينين يعملوا بلازما يعني ممكن نعالج الندبات بحقن البلازما اصحب منهم دم وطلع عناصر النمو اللي فيه وحقنها بس مش كل العينين بينفقهم البلازما سنها كبير عندها أنيميا حالتها الصحية عندها مشاكل في الدم عشان كده لما بجيب حاجة جاهزة هتمشي مع ايه سنة وخصوصا لو حد بيخف من صحب الدم او بيقلق من صحب الدم فدي حل يعتبر سهل لكن لو فيه حساسية اكيد هيكون فيه بديل وبديل برضو امنة وفعيلة برضو المريض دايما يسأل سؤال واحنا بنستعد ان احنا نشوف حالات دلوقتي هل تعود مرة اخرى الندبة؟ هل ده وارد فعلا في عالم الجلدية ان انا عالج الندبة ثم تعود مرة تانية؟ وارد لو انا بعالجها بفلر اوقت فيه ناس واحدة فرحة خلاص الشهر الجاي واحد عنده انترفيو دلوقتي بعيد في حالة المشكلة وعندي ندبة ضمرة فبندخل نعمل سبسجين او بنقطع التلايفات اللي تحت بسن يعتبر زي سن الابرة بحاول قطع الاليف وليح انفلر علشان نرفع الندبة حتى تحسن وكل حاجة بس الفيلر لما يروح ممكن تهبط شوية مش هترجع زي ما كانت هتبقى احسن من ما كانت شوية لكن لو علجناها ليزر ديرما رولر ديرما بام بلازما عناصر نمو اللي جبته او النجاح اللي حققته جلدك اللي عمله بنفسه فمش هيرجع تاني اللي عمله بنفسه لما حطناه في احلى ظروف من ناحية الجودة النوعية والزمنية لانه الزمن برضو له دور مهم جدا حالتك بتبقى ليه وراها قصص انسانية صح؟ احيانا كتير جدا يعني دي حالة نقدر نقول النتبة مش بس حالة جلدية مرضية لكن هي حالة جلدية لها بعد نفسي فأنت اكيد بتشتغلي على الجزئين العضوي تصريحي والنفسي صح؟ اكيد دايما الدكتور التجميل بالذات نفسية العين هي اهمة من اي حاجة واحنا دايما عندنا قاعدة بتقول لو العين مش بشتكي مفيش علاج لكن لو العين بشتكي حتى لو من حاجة صغيرة قوي يبقى لازم نعلكها وعشان كده يمكن دي اكتر حاجة يعني لازم نشوف تأثير الخربوش حتى يعني انا فكرة فيها حاجة بخربوش انا مش شايفية بس عندها اثار حبوب فقلت لها انت زعلنا من الخربوش ده وعندك اثار حبوب قاعدني الخربوش شكله كاني بدخل خناقات يا دكتورة وانا مستوية الاجتماعي متوسط مش عايز حد يقول ان انا شخص مصير للمشاكل مش عارف اشتغل لكن دي الناس عارفة انها اثار حبوب ابتدينا نعالج الخربوش وزيبنا اثار الحبوب فدي دي حاجة مهمة قوي ان احنا نحط اعتبرات المريض ومشكلته او قد ايه هي مقزمه في اعتبره دي يمكن من الحاجات اللطيفة في عناصر النمو كمان ان هي مضادة للالتهاب ومحفزة لنشاط الجلد فبتعالج حبوب الشباب فلما بتجي لي بانوتا مثلا عندها او تتخرج عندها مناسبة عندها حبوب عايزها تروح بسرة وعايزها تقلل المسام الوسعة لفشها تعالج شوية اثار جلسة زي درمافان موضعية بتقلل الحبوب يعني بتحيس ان الحبوب على طول قلت دي كان يدوب جلسة واحدة وشفتها بعدها باسبوعين الحبوب بتهبط على طول وتحس ان المسام ابتدت تأفل بحاجة بسيطة مش محتاجة ان هي تقعد في البيت بسببها فدي كانت القصة عنيف جدا ده عنيف جدا طبعا كان عنده حب شباب تقيل جدا وكان لسه عنده بعض الافرازات الدهنية والتلايفات يمكن شدة خده الجوة كامل شوية ده عمل حوالي اربع جلسات وكانت برضو درمافان مع عناصر النمو والنتيجة كانت زي ما حالك شايب هو طبعا كان مفود اندكات الدنيا من الليزر بس هون بسط قوي بالنتيجة بغاية كده يكمل ياريت يكمل احنا عايزين البرفكشنيستيك يعني عايزين الافضل اكيد اكيد لكنها حالة عنيفة طبعا بلا شكل وفي كتير من النوعية دي من الحالات العنيفة نشوف حالة كمان دي كانت عملية جراحية في الأنف وثابت جرح عميق وغامق الاثنين وعناصر النمو في منها حاجات ممكن نحط فيها أو بيبقى محطوط فيها مواد تفتيح فاحنا عملنا في الأول درمافان يعني دي بعد جلسة واحدة عملنا درمافان وحطناها الاخرانية دي حقنا يعني انا حقنت جوه الجرح نفسه علشان ارفع شوية التلايفات دي افكها والحقيقة هي كتت مبسوطة قوي ان الموضوع ما بقاش طبعا اللي بيجي يعمل تجميل مش عايز بقى يلاقي قايق دي ناحية التانية بتاعتها وبردو الحمد لله كتت مبسوطة قوي بالنتيجة ولسه بتجيلنا يعني دي دوب هما جلستين ولسه مكملة معانا ان شاء الله بدأت تبقى مش باينة بدأت تبقى مش واضحة دي بقى من الحاجات اللي انا بشوف انها مهمة قوي ده مريضة سكر وعندها نيكروبيوزز او ضمور الجلد بسبب مرض السكر كتير بيؤثر على الاوعيات دموية في الجلد فالجلد بيبقى عامل زي الورقة والحقيقة هي كتت جاية متحول على انها بتاخد استشارة جلدية قبل ما تعمل رقعة وترقع رجلها فقلت لها الرقعة برضو هتحتاج علاج طب منجرب العلاج الاول دي عملت حوالي خمس جلسات عناصر نمو وبعدين بتدينا نعمل بلازما وعناصر نمو هي تحسنت جدا جدا حاليا بس للأسف هي بتجي من مكان بعيد قوي 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 فيمكن الصورة الاخرانية ليها مفضلش فيها غير شوية بقع ما قدرناش ان احنا نجابها النهاردة ولكن هي الحمدلله محتاجتش خالص يعني الجنب ده حقيقة هتلاقي فيه لامعة بتاعة الجلد اللي خلاص عامل زي الورقة وكنت تشوف الاوعية الدموية بينه يعني واحنا بنعمل درما بان الشعيرات الدموية الدقيقة تطلع على وش الجلد الحمدلله ما بقتش محتاجة ويمكن دي حاجة بقى مش تجميلية احنا بنعتبرها حاجة أساسية طب 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 السكر بعمل في الجلد حاجة اسمه نيكرو بيويسيس دايبتيكورة ده بعدي حاجة خاصة بالسكر نشوف حالة كمان ولا خلاص خلاصة الحالات كلها لا هما دول الحالات الشغل محتاج مجهود ومحتاج يعني نوع من الاهتمام الشديد جدا بالمريض وعايز زي ما يقولوا اعطاء أمل لمريض طبعا هو طبعا احنا العيان لازم برضو نفهمه انا مفيش حاجة اسمها 100% في الجلدية وفي التجميل وعشان كده يمكن بنتنقش كتير او جزء كبير من العلاج بيكون منقشة ممكن نقعد مع العيان اول ما يجي يمكن نص ساعة بنتكلم ممكن ناخد ايه وهيطلع ايه وهيحصل ايه ونتوقع قد ايه الحقيقة في حالات بتفاجئنا انها تحسنت جدا جدا بأقل من المتوقع بس في حالات لا لان كل بني ادم جسمه مختلف عن جسمه التاني ورد فعله مختلف عن رد فعل التاني ويمكن خبرتنا احنا بقى واحنا بنشتغل هاي اللي بتحولنا من هنا لهنا زي ما قلت لحضرتك طب انا ابتديت بالليزر الاول لقيت نفسي بطول فابتديت اعمل حاجة الاول وبعدين اعمل الليزر كل واحد فينا او كل دكتور فينا بيبقاله الوصفة بتاعته اللي بيشوف انه هحاول اجيب اعلى نتيجة ممكن بنطلب من العين ان يكون صبور وان يكون موازن على التعليمات اللي احنا بنقولها عشان نوصل لاحسن نتيجة ودايما ده هدف الدكتور انه العين بتاعي يكون مبسوط ان المشكلة بتاعته تخاف وطبعا هدف المريض اللي جاي لنا فاذا التزمنا بالخطة واذا اتفقنا على خطة نلتزم بيها ان شاء الله هنوصل لشيء مرضي هنسمع سؤال محاكاة السؤال فيه حتة هو طبعا احنا جاوبنا على السؤال ضمنان في كلام لكن هتسمعوا حتة فعلا تغيز تعال نشوف مع بعض انا عمري 23 سنة وعندي مشاكل كتير مع حب الشباب وجربت حاجات كتير مع دكاترة او من وصفات على النت المشكلة انه حتى لو بيروح بيسيب اثار مبووزة للوش خالص فاي افضل علاج للاثار المترتبة لحب الشباب في الوش وياريت كمان لو يكون علاج لحب الشباب ذات نفسه الجزء بقى اللي ينرفز حكاية النات احنا قلنا احنا جاوبنا سؤالك يعني بس اكيد انت بتعاني من حاجات الناتر للأسف اللي بيسأل حب جرب انت مش زيها جلدك مش زي جلدها سنك مش زي سنها مشكلتك مش زي مشكلتها احنا وصلنا ان فيه ناس بتاخد علاجات لحب الشباب بالبق ماينفعش تبتاخد من غير وصفة الدكتور لانها بتعتمد على الوزن بتعتمد على السنة بتعتمد على تحاليل بتعتمد على حاجات كتير قوي لازم نتابعها فالعيين بيجي قريدي لعبت في وشها او عملت حاجات غرض كتير جدا وبني افكار ان ده ينفعني يعني ساعات تجي حد يقولي انا عايز اعمل جلسة فراكشنل او جلسة درما بان علشان الاسر طب الاسر ده مش هينفع مع ده او محتاج ده فالمشكلة في الانترنت او في السوشال ميديا ان العيان بياخد تجربة حد على انها علاج مسلم بي فلان ايلانه خاص بدا يبقى انا هخفة بدا كلنا مش زي بعض وظروفنا مش زي بعض وصحتنا مش زي بعض ومشاكلنا مش زي بعض ودا للأسف ممكن يجيب العيان اسوأ يعني يرجعوا خطوة قبل ما يجي للدكتور وعشان كان دايما بنقول يا جماعة إلجائوا للدكتور اسمعوا كلامه فان هي عيان مبسوط حالة حلوة هي اكبر مكسب لنا فاحنا تيم واحد ما تلفش بقى مع اي حاب تاني عشان حيتوهك احنا تيم واحد وتيم قوي دايما التقدم التكنولوجي كمان في انتاج الجروس فاكتورس ده شيء رائع جدا موجودة في مصر بشكل كويس جدا وحققت نجاح كويس جدا ومستمر النجاح فاعتقد مش محتاجة بقى ان انا اخد الوصفات من النت ولا من صدقتي يعني همس الحنين بلاش همس الحنين ولا زهرة البستان وارجوكم موارد الجنين تلاقى سمي غريبة كده كتبة كلام وانا جربت على فكرة مين حضرتك؟ انا عصفور الليل المدروغ نورتيني واسعتيني جدا بحوار يعني علم دخيق للغاية ما شاء الله شرحتي بالتفصيل جروس فاكتورز نتيحها حطتي خطة علاجية مبنية على التعامل مع هذه التغيرات البغيضة في الجلد التي تسمى ندبات بجيش متنوع يمتلك قوة متنوعة ما بين الجروس فاكتور عامل النمو ما بين الليزر ما بين ايضا الدرمابين ودرمارولا كل هذه العوامل إذا تناغمت هنوصل للنتيجة وهي الى حد كبير جدا زي ما شفنا وزي ما نشوف تخفيف حدة هذا الشيء المخيط جدا اللي بيأثر على الإنسان بيعمل احنا بننادي دلوقتي عشان فيروس كورونا بالتباعد الاجتماعي قبل فيروس كورونا كان فيه حاجة بتعمل تباعد الاجتماعي بس التباعد الاجتماعي مرضي مش تباعد الاجتماعي صحي وهي الاسكارس أو الندبات ضيفتي العزيزة دكتور الندين حمادة استشاري الأمراض الجلدية والمدرب الدولي بالأكاديمية الأمريكية لتجميل الجلد الاسم المتميز للغاية صاحب الحضور التقني والأكاديمي الرائع جدا والتفصيلي جدا شرحت لنا النهاردة واحدة من أرقى حلقات لسكارس على الإطلاق بتفصيل شديد للغاية وبتنوع وزي ما نقوله إنوفيشن مهم جدا في عالم الجلدية الجروس فاكتورز اللي أصبحت لها مكانة كبيرة مع الأدوات التانية كلهم متنغمين مع بعض نورتيني وشرفتيني في الدكتور شكرا جزي خليكوا دايما مع الدكتور أهلا بكم أنا في رأيي أن الراجل محاصر يا جماعة أنا في رأيي أن الراجل في زماننا دوت يعني باللغة البسيطة خالص الله يكون فيه هنا لأنه العوامل التي تؤدي إلى أحداث مشكلة في القدرة الجنسية لأنه دلوقتي كلمة ضعف جنسي كلمة بتختفي شوية من الطب دلوقتي هي بيسموها عدم القدرة الجيدة على الأداء لانتصاب المناسب ده المعنى العلمي محاصر بأكتر من عامل ما بين عوامل في الكوليسترول وضغط الدم والسكر دي تقدر تقول كده هجوم من أشياء إحنا ما نقدرش نتفادها في معظم الأحيان ضغط ممكن تتفادها لو أنت رياضي قوي اسلم قوي لكن في الوزن الزايد وفي العوامل الجينية السكر والضغط لكن فيها عوامل تانية توتر الاكتئاب المخدرات والتدخين دي عوامل انت بيجيبها لنفسك فالإنسان أو الراجل الزمن ده زي ما نقول لكم محاصر حصار عنيف من حاجات من الأمراض التي تؤثر على القدرة الجنسية وأيضا محاصر بسبب أنه ممكن يدخل في ضيلمة خطيرة جدا اسمها أنه يجيل اكتئاب بسبب الضعف الجنسي فالكتئاب يزود الضعف الجنسي ياخد أدوية اكتئاب فيتأثر على القدرة الجنسية حاجة مخيفة للغاية يبدأ راجل مرحلة العلاج اللي هنتكلم عليها بالتفصيل النهاردة لكن قد يكون العلاجات الدوائية أو الحقنية مش جيدة مش مفيدة فنصل إلى مرحلة معينة يبدأ تساؤلات كتيرة الدور حولها ومرحلة أنه يركب دعامة هل الدعامة هي الطريق الأول؟ لا ده الطريق الأخير الطريق الأخير اللي مين؟ طب تصلح لمين؟ طب ما تصلحش لمين؟ طب الدعامة ليها مضاعفات؟ مين اللي يركبها؟ مين اللي يتعامل معها؟ طب اللي حالات فشلت في الدعامة؟ واحد يركب دعامة وطلع مش بيقول لا أنا ما تبسطش لأنه يكيب عند غير متخصص ولا ما كانش يصلح له ولا تركبت بشكل غلط ولا كان نوع أنه الدعامة نفسها مش جيد سئلة كتيرة قوي في المنطقة دي خلي بالكنا بدأت الكلام بأن الرجل محاصر وده هيكون أول سؤال غالبا في حواري مع ضيفي العزيز ضيفي العزيز اسمه متميز في عالم التعامل مع هذه المشكلة الطبية الكبيرة عالم الزكور اسم علمي متميز للغاية هيسعدني بحوار أكاديمي على مستوى راقي طبعا هو الأستاذ الدكتور أحمد عادل مدرس أمراض الزكورة بكل الطب بجامعة القاهرة أصر العين واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي وزميل جماعية الأوروبية للصحة الجنسية أتنبيك الدكتور أحمد أهلا دكتور أحمد عايز أبدأ الأول بكلمة الضعف الجنسي هل أصبحت كلمة مندسر؟ يعني دلوقتي الإموتنس اختفى وحطينا بدلها في الكتب كلمة إيركتايل ديسفانكشن ولا لسه موجودة؟ لا هو طبعا فكرة إموتن دي بطلنا نستخدمها خلاص كلام كله على إيركتايل ديسفانكشن وهو مرض الحقيقة دلوقتي بقى زي ما حقا كده قلت نتيجة الضغوط العالية نتيجة الأمراض المنتشرة بقى مرض شائع لكن دايما زي ما بنؤكد إنه هو شائع هو كمان له حل عشان كده دايما لما بيجي لي مريد ويقول لي يعني أنا كده يا دكتور مانيش حل خلاص يبقى أنا كده خلاص كده أنسى الموضوع ده بنقول لا دايما إنه لا العلم تقدم جدا بقى عندنا وسائل كتيرة ممكن تحل المشكلة فعشان كده دلوقتي يبقى مصطلح الضعف الجنسي على قد ما هو منتشر على قد ما دايما بنقول إنه لي حل مريد هيجي لك عملنا له الأشياء عنده حالة مرضية هتبدأ تختار أو ترسم قدامه للحرم العلاجي أو الأساليب العلاجية دايما المريض بيطلع في كتير من الأحوال يقول لك نتاية مش عارفة تعليجي إزاي هل لإنه الدكتور ما شرح لهش ولا هل لإنه مراحش المتخصص الحقيقة الأول إني أحب إنه مراحش المتخصص مشكلتنا برضو في المجال بتاعنا يا دكتور أيمن إنه اللي بيتكلمه فيه كتير ومش دايما بيكون عن التخصص المريض مش هيطلع تايه لو أنا شخصته صح ووضحت له درجة الضعف اللي موجودة عنده شرحت له فرصه في كل طريقة من طرق العلاج هيبقى واخد قراره على بيّنه وهبقى موضح له كل الأمور بدرجعتها لنفس النقطة التشخيص هو الأهم أنا بعديه هقدر أقول للمريض إحنا دايما بنتكلم إحنا عندنا 3 طرق لعلاج الضعف جنسي العلاجات الدوائية وهي مش بس إن المريض ياخد منشط جنسي لأن دي مفهوم خاطئ للعلاج الدوائي ده علاج دوائي كامل مكمل لبعضه يشمل أدوية لزيادة ضق الدم يشمل ممكن علاجات هرمونية الحاجة التانية الحقن الموضعي من طريقة القديمة الجديدة وأخيرا التدخلات الجراحية اللي هي زرعة الدعمات الحكاية بتعتمد هو إحنا وصلين فين في درجة الضعف بمعنى لو أنا قدام قصور بسيط في ضق الدم ده ممكن علاجه بالعلاج الدوائي لكن في بعض الأحيان بيبقى الوضع متقدم شوية أو متأخ خانية شوية فده بيستلزم إجراءات أكثر تدخلية قد نصل فيها لمرحلة الدعمات طيب هنروح للدعمات بس انت قلت جملة أثارت فضولي جدا الحقن القديم الجديد صح؟ والأدوية اللي مش بالشرط بس يكون محفزات لتوسيع اللي هو أنتي فوس شو دي صح؟ حكيلي بقى بسرعة قبل ما نروح للدعمات نحن حاليا يا دكتور أيمن كنا لسه عندنا مؤتمر الجماعية الأوروبية للصحة الجنسية والوقت اللي نحن فيه بيسموه أو عصر الاستجابة الضعيفة على المنشطات الجنسية نحن عندنا أزمة كبيرة حصلت من ظهور هذه المنشطات أن تم استغلالها بشكل سائق للغاية لدرجة أنها تتاخذ من صديق لصديقه أو صيدالي لواحد معدي بدون الرجوع المتخصص فنشوف كل يوم في عياداتنا ناس بتاخد الحباية بقالها سنين وفجأة ابتدى التأثير بتاعها يقل قد تصل ودي مش مبالغة لأن مريض بياخد في المرة أربع حبات ومش جايبة نتيجة وابتدى يفكر أنه دلوقتي ممكن يزور الدكتور فده أدى لإيه؟ محدش بقى يستجيب على الحباية بالنسبة كبيرة فرجعتنا لوسيلة كنا بنلجأ لها قبل ظهور هذه الأدوية اللي هي الحق من الموضوع لشكده هو القديم الجديد هو كان موجود من أول السبعينات مع نهاية التسعينات بظهور الفوسفو دائس ريز انهيبتر استراجع لكن حاليا نتيجة الـ الاستجابة الضعيفة عليها رجعنا له تاني والنقطة المهمة فيه بعد إذن حضرتك لأنه برضو ناس بتوصيق فهم النقطة هو مش معناه أن كل ناس بتستجيب عليه حسب درجة الضعف إمتى العيال يعمل دعامة؟ يعمل دعامة لو درجة القصور الموجودة لا تستجيب على علاجات دوائية أو حتى حقن موضعي وفي نقطة أنه في بعض الناس بتيجي تقول لنا طيب بص يا دكتور لأن الحقن الموضعي مش كل الناس بتحب الفكرة فكرة الحقن عند اللزوم فلو الاستجابة على علاج الدوائي كانت ضعيفة والحقن الموضعي جاب استجابة ضعيفة أو مرفوض كوسيلة علاج يبقى ساعاتها لازم هلجأ للدعامة اللي يحدد ده المريض والدكتور حسب درجة القصور مش مجرد رغبة مريض أنا بيجيلي كل يوم الناس يقولي أنا عايز أركب دعامة يا دكتور لا أنا طبيب مش فني فأنا بركبها لك لو أنت طبيا تحتاجها أنا عايز أكد على النقطة دي بس أنت قلت نقطة علمية حلوة حوارك ما شاء الله يعني ممتع بالنسبة لي علميا جدا حتى اللي أنت قلتها الدعامة إذن ليست بعد التجربة دوائية يعني إيه يعني مش مديله الدواء فما يستجبش فلجأ للدعامة ده أنا من الأول ممكن أحدد إنه ما ينفعلوش بالضبط كده دي نقطة في غاية الأهمية في بعض المرضى بيجيوا يقولي بس يا دكتور أحمد انت قلت إن إحنا ممكن نجرب دواء الأول بقوله أنا كأمانة مني لازم أقول لحضرتك إن حالتك دي مش هينفع معها دواء وإن أخدان الدواء فيها تضيع للوقت وإهضار لوقت ولفلوس حالتك تستوجب تدخل جراحي مباشر اللي بيحددها مش أنا ولا حضرتك اللي بيحددها طبيعة حالتك اللي مبنية على صحوصات اللي إحنا اتفقنا إنها يجب أن يكون بيها متخصص من أكتر العمليات اللي حواليها جدل وحواليها أسئلة كتيرة فأنا عندي كم أسئلة كتيرة جدا السؤال الأول يعتقد البعض أنه بعد الدعامة يذهب الإحساس الرجل يتحول إلى إنسان إليه وده تخوف كبير جدا عند الرجل وربما عند الست كماته دي حقيقة حقيقة إنه الموضوع ده عادي تماما عن الصح دايما بقولها المريضة عندي الدعامة فقط هي بتحل الجزء الخاص بالانتصاب أما الإحساس الشهوة، القصف، التبول يعني بيجي لي مريد يقول لي يا دكتور رحمد هو هنا اللي راكب تلوهم هين فأخلف؟ آه طبعا هين فأتخلف يا رن لأنه ملهاش أي دعوة بالمجرى المنوي ملهاش أي دعوة بالخصية ملهاش دعوة بإحساسك بمتعتك بالنشوة سواء لك أو لمراتك تماما هي بيجي عن الموضوع السؤال الثاني خاص بالمرأة يعني برضو يعتقد المرأة وتعتقد المرأة أنه أنها هتكون بعيدة كل البعد عن المتعة أنا دايما بقولها برضو المريض حضرتك بعد زرع الدعمات أنت بالنسبة للزوجة بتمارس الجنس زي ما طول عمرك بتمارسه مفيش أي اختلاف بيترق هي هتحس بيه أو هيخليها تشعر بعدم ارتياح في ناس بتتخوف من الدعمات كفكرة علمية الحقيقة أن النقطة دي مصار جدل كبير والحقيقة أن الناس عندها حق فيها شوية لأنه دايما وريب يقول لي طيب والجسم هتقبله يا دكتور ولا لا ودايما بيؤكد أنه الجسم هتقبله طالما أن العملية اتعاملت في ظل ظروف مهيئة أهمها مثلا يعني أنا وحضرتك أكيد سمعنا كثير عن مرض عملوا عملية دي ممكن يكون حصل لهم مشاكل أغلب هذه المشاكل بتيجي نتيجة يا إما أن المريض داخل مش متحضر كويس وأشهر حاجة يا فندم السكر أكبر غلطة بتتعمل أن الدكتور يدخل مريض يعمل العملية على سكر مرتفع أنت بتزود الريسكوب انفكشن أو حدوث الالتهابات بنسبة مرعبة قد تحتاج في بعض الأحيان لإزالة هذه دعانة حاجة تانية المهمة ودي بنؤكد عليها بشكل كبير قوي مكان العملية العملية دي أنا بسميها دايما العملية اللي بالشكة والسكينة يعني على قد ما هي سهلة وبسيطة متاخدش وقت لكن لازم تتعمل بحرص شديد أهمه التعقيم اللي موجود في المكان ده التعقيم هو بيلعب دور كبير في أن الموضوع يعدي بسلام وبخير من غير أي مشاكل مشكلتنا برضو في بعض الناس حصلها مشاكل لانت عملت في أماكن غير مجهزة عمليات ده أنا اللي قلت في الأول لكن مش معقمة مش معقمة كويس وعشان كده دايما بنسترس على موضوع التعقيم ده في غاية العمالية إزاي العملية؟ في ناس كتير في العملية دي تمعنهمش خبر يعني معلومة إنه العملية بتتم إزاي إحنا يعني برضو لازم نفهم إنه ليس في العلم حرج وإحنا بالرعي جداً إحنا بتكلم فيه مجتمع شرقي بس لازم الناس تفهم لإنه ده جزء علمي محدش عمش ترحه غيرنا يعني لما إحنا ما نتكلمش فيه ونقطة تانية هنتكلم فيها في الآخر إنه مريض الضعف الـ 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 بيتعرض إلى عوامل النصب كتير جداً سيبكم من عوامل النصب الكلاسيكية اللي هو العشبة ومش عارف إيه وبتاع التنبع على الطريق لا فيه ناس ما بتفتح مع مكتب بيقولك إيه مكتب علاقات الزوجية هو مش دي كترة وبيكلموا في العلاقات آه نصائح وإستشارات زوجية مكتب إستشارات زوجية أنا مش عارف ده بين قصين عيادة ولا ده إيه والله أنا مش لقيله توصيف الحقيقة لكن دي مشكلة كبيرة إنه بتخلي المريض يمشي في سكة مش هتوصله لأي نتيجة بالعكس هتضيع عليه وقت أكتر ممكن يخلي الموضوع يتضهور أكتر وفي الآخر ما بيوصلش لأي حل كم سؤال برضو مهمين قوي هل سرعة القصف أو البرود الجنسي يتحسن بالدعامة؟ السؤال ده برضو في غاية الإحماية الحقيقة لا لأنه الدعامة تعالج فقط الانتصاب لكنها قد تفيد في موضوع سرعة القصف في نقطة إنه دايما الشكوى اللي بجي لنا إنه نتيجة الضعف لأنه أغلب مرض الضعف يأتي مصاحب لها سرعة القصف إنه بمجرد القصف بيختفي الانتصاب الدعامة فكرتها مختلفة أولا جزء كبير من العامل النفسي بيتحسن بوجود الدعامة فده بيحلي الوضع بتاع سرعة القصف يتحسن حاجة تانية المهمة إنك حتى لو المريض قزف ما بيفقدش الانتصاب بتاعه فيقدر يوصل العملية حتى ما الشريك يصل المتعب بتاعته فكرة الرغبة لأ طبعا ما لهاش أي علاقة بالرغبة أو البرود لأنه هي فقط بتحل جزء الميكانيكي في الموضوع أما الرغبة والشهوة دي عامل نفسي ملوش أي علاقة بالدعامة خليتكلم عليه الحلقة الجاية بل الزبط لكن هي وان دي اوبريشن اتسان وان اور اوبريشن وان اور اوبريشن اعني هي اللي عملية كلها ساعة المريض بيخرج بعدها في نفس اليوم مجرد ما يفوق من البنج وغاليا بيكون بنج خفيف لنحن ناخدش وقت بيروح بيته في نفس اليوم الموضوع في غاية البساطة طالما اتعمل بعيد متخصص طالما اتعمل في مكان صح في احتياطات صح ايه الرشدة الأخيرة التلغراف الأخيرة تحب لو تلغراف واحد طلبت منك تلغراف واحد بس هتبعثوا للناس اللي عندهم تساؤلات حول هذه الموضوع نصيحة دايما بقولها حضرتك لما تشعر بوجود اختلاف في المعتاد عندك فيما يخص جزئية الانتصاب رجاءا 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 ما تعديش على الصدرية اللي جنبك لو سمحت إلجأ لمتخصص احيان كتيرا بيكون الموضوع لسه في البدايات بيتلحق احيان كتيرا بيكون الموضوع انه ما فيش مشكلة عضوية اصلا والموضوع كله نفسي ونقدر بنخليك ترجع تاني لوضاياتك التانية فالنصيحة اللي دايما بنقولها إلجأ للمتخصص اخذ الدواء في الحالة دي ممكن يكون خطر جدا زي ما انت قلت دكتور احمد انه ممكن يكون بياخد دواء يتعارض مع السلندلوفيل النايتريت تتعارض مع السلندلوفيل لو تاخده في نفس اليوم يعني وطمعا معظم النايتريت بيتاخده في نفس اليوم وانت مش عارف النايتريت ده ده وقلب فلازم ناخد بالنا جدا من انه ما اخدش دواء من غير اشراف طبي ارجوكم اللي ضغطه ملخفض السلندلوفيل بيقلل الضغط هيبقى ضغطه ملخفض وياخد دواء يقلل الضغط ساعة العلاقة شكرك على زي المعلوم عكس الاعتقاء دي السائدنا بترفع الضغط لا 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 بالعكس ده بيقلل الضغط ده اساسا هو كان من دواء فاصل ضليته للآل والبلمونر وبيحسن ده من أدوية البلمونر يعني ما تستغربش لما ست يكون عندها ارتفاع ضغط الوريد الشريان الرئوي ونكتب لها في رعيات بيحصل الكلام ده دكتور عيمون في رعيات كتير مرة كتبت لحد رجع لي بالرشدة زي علاج جدا سر دي حقيقة وجوزها يعني انت كتب لها ليه تلورتنا واسعتنا بحوارك العلم دايما الأكاديميين لهم اسلوب متميزوا هذا هو الحوار الذي وفضلوا دايما مع ضيف العزيز الست دكتور رحمد عادل درس أمراض الزكورة بكل الطب بأسرعني جامعة القاهرة استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي وزميل الجماعية الأوروبية للصحة الجنسية كان ضيف فيه الدكتور خليكم داهمة مع الدكتور مهم جدا في عالم طب الأسنان النهاردة يقوم مثير للغاية التجميل بقى يعني نقدر نقول عليه شيء أساسي في حياة كل الناس وفي مشاهير أعتقد أنهم لازم يقدموا شكر كبير للتطور الكبير اللي حصل في طب الأسنان أشهر المشاهير ديميمور ديميمور لو شفناها قبل وبعد هتشوف سنان يعني مخيفة كانت ديميمور ما كانتش سنان حلوة وما كانتش صاحبة التسامة يعني هي جيدة خلص وفي ديميمور دلوقتي أو ديميمور بعدما السنان بعدما دا كاترت السنان وتكنولوجيا السنان وعلى فكرة ضيفي النهاردة هيقول على فكرة حتى التجميل دا مش عجبني وانا عارف فكتوريا بيجهم فكتوريا بيجهم برضو كانت سنانها فين وكان وزنها كمان مايلي سايرس برضو نفس الكلام يعني مايلي سايرس كانت جمي سمايل ومشاكل كبيرة جدا جدا وعشارهم طبعا توم كروز توم كروز وفي اتنين جايين مهمين جدا توم كروز كانت مشكلتو كبيرة جدا يعني برضو انا في رقيق انه لو عملها هنا في مصر هيعملها احسن ثم كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو كان من اشهر الليعابين اللي سنانهم على فكرة السورة دي مش بيجينا سنانها هو الاول على الشمال السورة العالمين ميبيينا سنانه اللي جيدة دلوقتي لكن على الشمال لا شوفوا قدي الفرق تحسوا انهم اتنين قد كده للسنان بتلعب دور مهم اكيد ضيفي العزيز سيحكي لنا هذه القصة النهاردة طبعا اليوم الممتع مع ضيفي صاحب طبعا للداع في عالم طب الأسنان واحد من الناس اللي حملوا على عاتقهم بناء العصر الجميل لطب الأسنان والشهرة الرائعة اللي خدتها عيادات الأسنان الموجودة الان في مصر هو له دور مهم جدا واكيد واحد من عوامل نجاح العلاجية في المجال ده في مجال طب الأسنان ضيفي العزيز الممتع دائما الممتع دائما سيد دكتور نور الدين والصفة فارق جبر كده بين تجميل الأسنان وتشويح الأسنان تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل الأسنان دكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفيزين اللي تقدر تحولن من الشكل اللي مش مزبوط لشكل جمالي متناصب ده إجراء مهم كده ده حاجة في وشي إحنا بنتعامل دائما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الأسنان عضو الجامعية الأمريكية لتجميل الأسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك سباحون يا رحب بصديقي الغالي المبدع دائما لأسوة الدكتور نور الدين مصطفى أهلا بيك الدكتور وحشني والله وإنت وحشة جدا الناس بشوفنا كل أسبوع بس إحنا وحبنتها فينش كل أسبوع الحقيقة أنا عايز أبدأ معاك الأول بالنقلة الرائعة اللي وعي تعملاتها في الفترة الأخيرة في سياحة العلاجية في طب الأسنان التجميلي في الزراعة في فروع كتيرة أنا عايزك تكلمني على النقلة الأول قبل ما ندخل بقى في برانش التجميل أوه طبعا إنت لو تفتكر إحنا أول ما بدأنا مع بعض بقى أكتر من عشر سنين كان الهدف عندنا نبدأ ننقل الوعي عن طب الأسنان كل الجديد اللي فيه ولما بدأنا مع بعض كان معظم الناس لما بتفكر تعمل أسنانها سواء في الدولة العربية أو في مصر بيفكروا في بره المصر نفسها إحنا كان دورنا إن إحنا نستقدم أحدث التكنولوجيا في العالم ونوفر الفرق الطبية لأن التكنولوجيا العالية دي محتاجها فرق مدربة على الأعلى مستوى فكان لازم نجمع اللي اتنين مع بعض علشان نبدأ ننافس البلاد دي في الأول ونثبت إن إحنا الشغلة عندنا أعلى والنتيجة عندنا أعلى لغاية دلوقتي مقت البلاد دي نفسها الحالات بتجنى منها يعني على أعلى مستوات لو كلمنا على الولايات المتحدة الأمريكية رق بيجينا حالات منا ألمانيا أنا بنكلم على البلاد بتوفر تكنولوجي وعلم ألمانيا السويت سويسرا وطبع للمنطقة العربية طبعا للمنطقة العربية كانت بتتجه لبلاد تاني بره المنطقة العربية كانوا بيروح الهندو بيروح الهندو الفلبين وطايلاند وتركيا كل ده خلاص بقى الحمد لله الحمد لله بقى بقت مصر الوجهة الأولى للعلاج والتجميل وخلينا نسبق دايما العلاج بالتجميل يعني أكتر من التجميل كمي عايز أبدأ بالتجميل الأخطاء اللي نشايفها دلوقتي بقت شائعة في 2020 إيه اللي انت شايفه ككونكلوجيا عام على أخطاء التجميل اللي ممكن برضو خلت يعني زي ما يقوله الإبداع اختلطة به يعني الاجتهاد اللي مش جايد طويل خلينا نتفق أن تجميل الأسنان بالذات كفرع يعتمد على موهبة الدكتور والموهبة اللاب اللي هما الانتجريشن مع بعض لأن في الآخر التجميل حس وزوء وعلم ثلاثة مع بعض بس خلينا نتفق أن لو عملت كلية فنون جميلة وناس اتعلمت فيها مش طلع دافينشي هو لازم يكون في الأساس عنده موهبة التجميل لشانه بعنده الحس والزوء اللي هيعرف يصمم به الابتسام فيها جزء كبير علمي في التصنيع علشان تطلع المنتج في الآخر فنيا أو في التكنيك يبقى سليم لكن كتجميل الانت ريزلت في الشكل والشيب واللون والحاجات دي لا دي تكوينة ليه علاقة بمهارة أو بموهبة الفريق الطبي اللي شغال علشان يطلع لي منتج في الآخر جمالي طبعا احنا الفترة اللي فاتت يعني ناس كتير زي اي زي اي حاجة بحصل فيها ترين بيبدأ يتدخلها بعض الناس اللي غير متخصصة فيه فبدأنا نشوف نتائج مش مزبوطة انت نفسك هتسمحها من الحالات الحالة اللي عملت تجميل ومش موصوطة تقولك والله انا عملت تجميل وبقى عندي وبقى الدحكاتي مش حلوة وفي بعض الناس اللي نفسها تعمل تجميل وبدأت تخاف تقولك السنة خايف اطلع زي فلانا السنة خايف هيحصل لي المشاكل اللي هي شافت طبعا لازم نتفق ان المشكلة الاساسية نبع من حاجتين نبع في الاساس من الحالة نفسها ان الحالة لغاية النهاردة ما عندهاش الوعي الكافي لاختيار دكتور تجميل الاسنان السليم انا ممكن اطلع اقول لي ان انا اعظم دكتور تجميل على القرى الارضية وعندي احدث حاجة في العالم انت فين مصدقني ازاي يعني ايه الحاجة اللي لازم تصدقها انك لازم الاول تسأل على الحالات تشوف الحالات نفسها الفيدباك بتاع الحالات نفسها بقى موجود على السوشيال ميديا الحالات نفسها بتطريد انما انا بستغلب جدا حالات بتروح لدكترة مسألتوش غلط انا مش شغل يعني انت عارف لو حد جي اقول له يلا هنخليك توم كروز خد خمسين مليون جنيه دلوقتي وانزل مسأل هيقول لهم لا لا ده الفل يلا بينا اه يلا بينا يلا انا انت اللي عردت علي خدل خمسين مليون انت اللي عردت انت اللي جايلي برجلك فانا فانا دايما بلوم كل الحالات تكسم الغلط اللي حصلت مش عرى الدكتور انا حالة جالي وانا بيعمل لي تجميد هيقول لها لا يلا نعمل انا دينا بنتعلم بنتمرن هنشوف ايه هنشوف النتيجة مع بعض لكن فانا يقول للرس لا الزب في ناس كتير بتجيلي عملت سنانها اقول لها طب حديك الحالة يعني رحت اخترت الدكتور بناء علي والله شفت يعني الانتريع عنده في البداية شكلها حالي في العيادة شكلها اللييفنج عنده حالي لا بجد والله في حالات بتختار الاساس العلمي بتختار بالشيب طب حديك شفت الحالات اصلا موها مش حاطت حالات على الصفحة بتاعت طب حديك مش حاطت حالات رحتينه ازاي لا وفي ناس بطلق حالات مش حالاتها ده حاجة تانية بقى اه ده موضوع تاني اه ده موضوع تاني اه لكارسة حالات جاية من جايبها من على النت بتاعت حد تاني هنا بقى لازم اتأكد ان الدكتور ده فعلا دكتور تجميل وفي ناس في ناس بتعمل حاجة لطيفة جدا انها بتطلع الحالة مع نفسها وده الصح يعني اطلع بحالتي لا بالزبط ما اطلعش بقى صورة يعني ممكن اطلع صورة اه بسة اطلع بحالتي خد بقى فيدباك بقى من الحالات بتاعتك وحطها خلي الحالات اللي تتكلم اطلع بحالتي تشوف اطلع بحالتي بالزبط اصور معاها مشارك فيديو بس انا اصور فيدباك اه اشوف معا فكرة ده ده موجود برا يعني في العالم كله العالم كله الدكاترة تطلع التجميل بالزيت المشهورة بيصور فيدباك الحالة وهي قاعدة في الكلينيك الاسنان ما فهاش الخجل من انا رحت عملت لا ده عادي اه يعني انا مش مثلا هي مش هيرنية مش فت ولا مش حاجك كسف منها مش حاجك اه انا كان عندي مشكلة في اسناني زي ما عندي مثلا اسناني معه جروح تعملت تقويم حاج بيخبي لا عندي تساوس نجوم هم كلهم التجميل خلاص بقى عادي ده بقى يعني بقى حاجة احتياج محتاجه هعمله فمفيش عيب ان انا والناس في الفيدباك عادي جدا بتقول له احنا حابين حاجك تقول لنا ايه تجربتك عشان الناس تتعلم بيرحب جدا وبيقول التجربة بشكل صريح وواضح قاعد قدي فيه ناس عندنا على فكرة عمل التجميل قالت انها عملته في ثلاث ايام وفيه ناس قالت انها عملته في ثلاث شهور وده صح وده صح يبقى هنا يعني ولا انا ما قال ان انا اطلع عالناس اللي بتقول ثلاث ايام عشان هتحك عالناس وقولهم كل التجميل بتعمل في ثلاث ايام ولا بخاف ان الحالات تطلعتون احنا قدنا ثلاث شهور لان معناها ان احنا تعبنا معاها واكتهدنا عشان نقل حالتها تحتاج حالتها كانت تحتاج كده جاية كانت عاملة سنانها وكان فيه مشكلة كبيرة اتعاملت بشكل مش مزبوط بدأت تأثر على عضم السنان السنان بدأت تتلخلخ وهتتخلع فانا هنا دوري الاول ان انا ارجع السنان لوضع صحي والانسجة الدعمة اللي حواليها وبعد كده ابدأ اجمل موضوع الاستعجال بقى يلا نجمل ده انا ضده تماما انا ما اشتغلش التجميل الا اذا كانت الحالة خلاص مؤهلة بشكل كامل انها تبدأ باجراءة التجميل انت بجابتنش على سؤال لغاية دلوقتي عشرين عشرين انت انا متعود دايما انت بتعمل فهرس كده جمعي للاخطاء الشائعة للتجميل يلا احنا عندنا صور نبدأ نستعرضها كده مع بعض ونطلع من كل صورة كانت ايه الاخطاء التجميلة اللي فيها والله وحشني ايه وحشني بقى العب يا باش اديني اول صور احنا ده خلاص احنا خلاص قلنا ان ايه ان لو الحالة اختارت صح يعني دايما المشاكل بتبقى في اختيار الدكتور طيب لو اخترنا غلط بقى هنبدأ ان نشوف بقى ايه كل المشاكل دي زي ما حاجة شايف ده تجميل انت شايف اللي فوق ده دي واحدة عاملة اسنانها هل ده تجميل هل الاسنان اللي فوق دي معمولة بشكل جمالي لا ليه مرصوصة رقم واحد شكل اي نوع من انواع الحياة اه تاني حاجة الزيان كلها طول بقى يعني الناب طول السنة اللاترال طول السنة السنترال حد جاب سكينة كده وقام تاك الماتيريا لنفسها تكنيك المستخد بالزبط كده انت اول ما هتشوف الحالة دي هتقول انه عاملة اسنانها يعني اول ما عينك هتجي على السنان دي هتقول السنان دي معمولة ليه لان الدكتور اختار مواد غلط عمل ديزاين مش مظبوط الاتنين الاسناء بقى التكنيك ده انا بسميه تجميل البلوكات يعني ايه تجميل البلوكات احنا عندنا طريقتين عشان الناس تبقى مستوعبة بقى التجميل بيتعامل ازاي احنا عندنا طريقتين في تصنيع القصور التجميلية والتجان التجميلية او الكراونز او التربوج اللي هو التجميل عامة في طريقة البلوكات وطريقة الهنديميد طريقة البلوكات ان هو الجهاز بيعمل ديزاين والجهاز بيوم خارد بلوك يتاخد البلوك ده بعد ما يتخرد يخش الفورن يطلع يتحطي الحالة حضرتك بقى رحت عملته حد قريبك راح عمله حد صاحبك راح عمله طلعه نفس الشكل نفس الديزاين نفس الاوتفت في الاخر كأنك بزبط رحت الحاجة بتصنع للناس كلها هتاخده وسع عليك شوية لا دقائق عليك شوية مش مزبوط مش بتاعك وما فوش التفاصيل التجميلية فوش ديزاين فيه تجميل بقى الهند ميد هند ميد يعني ايه يعني حاجة ده مش بلوكة اصلا ده بيبني طبقة على طبقة على طبقة ويفضل يخش فورن ويطلع يتعمله طبقة آية تانية زيادة لغاية ما نوصل للتفاصيل في الاخر اللي الدكتور رسمها لك نشوف الصورة تانية ما هي دي الكلام الصورة تانية اللي هي التحت بقى اللي تحت بقى عينة بقى تروح للتحت نشوف بقى التفاصيل لان اللي انت قلته ده بقى هو اللي احنا تعمل تحت الصورة التحتانية دي بص بقى تفاصيل السنان تحت عاملة زي الطول مختلفة الطول مختلفة لا التكتشر نفسه بتاع السنة الجزء الشفاف اللي اشرح لنا اللي ايه تكتشر حلو تكتشر ده اللي هو ملمس سطح السنة مش حاجة عاملة زي البلاطة وتلزيت على السنة لا السنان دي لو انت تكبرتها قوي هتلاقى ان فيها تمويجة بتاعت السنان الطبعية فيها خطوط في سطح السنة حتى بتعكس الضوء بتعمله الناس اللي درسها تصوير فهي اسمها سوفت بوكس السوفت بوكس ده لما الاضاءة تنزل من الفلاش مرة واحدة بتعملها اسمها لاسعة تلسع لا السوفت بوكس ده بيطلع الضوء سموث فبالتالي ما تلاقيش الصورة لاسعة هنا التمويجة اللي جواه سطح السنة وان هي طبقات فبتتفعل مع الضوء زي السنان ربنا خلق انا دايما نقولها في حلقاتنا القديمة ان دايما السنان اللي ربنا خلقها لما تضوء بيقع عليها بتعمل ثلاث حاجات بتمتص جزء وبتعكس جزء وبتعدي جزء كل ده بنسب معينة لما خبالك الازاز بيمتص جزء وبيعكس جزء وبعدي جزء بس اللي بيعديه اكتر بكتير عشان كده ترانسفيرينت او شفاف المعادن بتمتص بس وتعكس ما بتعديش عشان كده ضل في بعض المواد اللي حتى ما فيهش معادن زي زي نوع من النوع الزركونيا مش كل الزركونيا طبعا بتبقى ضل ما بتعديش الدوق فبالتالي استخدامي للمواد واختياري لها كإني بفصل لك القماشة اللي انا هخدها اللي تليق عليك فبالتالي انا عايز اول حاجة ايه اضحك على العين وبالك الناس متخيلة ان فكرة ان انا عامل سناني فالناس تبص عليها ايه ده انت عملت سنانك اصلا ده غلط فكرة ان انت عملت سنانك ده مش مزبوط الفكرة ان الناس تقولك سنانك حلو انت عامل فيها حاجة يبقى شاكك من جوان انت عامل هو فاكر انها سنانك دي مرصوصة قوي هي مرصوصة قوي اه حلوة بس 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 هو شاكك انت عملت تقويم انت عملت تبييد انما فكرة ان انت مركب ده ده فشل للدكتور وفشل الحالة اللي استلمت السنان ومشي بيه فلازم نكون مركزين جدا ان التجميل في الاخر هو خلفية ليا يعني يدي انطباع حلو عني لكن ما بقاش هو متصدر للمشهد لا باللون ولا ان يختف عيني بالشكل اللي مش مزبوط هو في الاخر لازم يبقى متناغم او في حالة هارموني مع شكلي مع لون بياد عيني مع حجم وشي مع طوله عرضه المسافة ما بيني عالين حجم الانف الويدنس او عرض اللي بتسمى بتاعتي كل دي معادلات الدكتوري التجميل بيبقى واخد بالو منها وهو شغال اطلال لك بقى دكتوري ان السنان اللي جواية في حاجتين عاجبيني قوي في التصميم ده عاجبيني قوي على قدي يعني الحاجة طبعا غير اللي انت قلت كله ماذا كله عاجبني جدا لكن الاطراف الشفافة بتاعت السنان عاجباني جدا والفمناين كاركتر بتاعت الناب ده كده انت دارس تجميل لان لازم لازم نبقى عارفين ان فعلا التجميل للراجل غير التجميل للسكتر كل واحد ليه لين مختلف عن التاني تماما وعايز اقول لك كمان ان حتى الكاركتر يعني فيه بعض الوظائف لازم نبقى عشان كده احنا بناخد تحليل للشخصية اللي قدامنا نوع شغله ايه لانك ممكن فجأة تحوله من ان هو طبيعة شغله مثلا فيها سرامة او جدية تبدأ ان نسوا بتعامل معاه تحس ان هو لا ده بالعربي كده كيوت فما ينفعش فانت لازم تبقى بتتعامل مع الشخصية عشان كده ناس تسأل هندي ليه تسأل احنا بنشتغل ايه وتعلمنا ايه ووظيفتنا ايه زابط غير ممثل بالزابط غير قاضي غير مطرب اه اه انت عندك الوسط الطربي كوي هقمه ليه بقى ليه بالذات المطربين يعني بيتوجهوا علينا بشكل كبير لان احنا بنشتغل تيكنيك اكتر من التجميل لازم بس لازم في الاخر في اسمها فوناتكس المغني ده بالعربي اكل عيشوا الغنى الصوت فيه ناس بتروح تعمل سنانها بتجي مطلعاش تنتقى الحروف لا سين ولا شين ولا زين انا تلاقي حرفين طاقة او ثلاثة طاقة طب هو المغني اصلا شغلته الغنى الكلام فانت لو بوستله دي وقت لنا حالات كده باز اكل عيش لنا حالات مشهورة جدا السين راحت لا كانت حتى مخطر احترافياتها كانت بتقول كده الان بابزل مجهود شديد جدا عشان اغني صح بس اليوم اللي انا جيت عملت فيه سناني تاني يوم كان عندي حفلة مهمة جدا انا الاول مرة اغني بعد عشر سنين اغني وانا مرتاحة بدون ما بابزل مجهود فدي كانت شهادة نوع احنا الحمد للأ دينا نعمل شغل من اول يوم تقدر الفوناتكس او نطق عندك يبقى سنين طيب قل لي القول الفصل هل هي تكنولوجيا بدأت تضغى على الامور دلوقتي وزي ما نقوله هي اللي بتسير الاعمال تمام واكيد مهارة الدكتور ما زالت موجودة بس كم في المية هتفضل مهارة الدكتور المية في المية هتفضل هي المية في المية هكي التكنولوجي مهمتها ان هي توفر وقت ومجهود لكن عمرها ما هتقوم بدور الحرفية والموهبة بتاعت الدكتور في التجميل خبالك انا بتكلم في التجميل تكنولوجيا لها ادوار كتير جدا في علاج العصب تساعدت الدكتور خلت رفعت من النتائج في الزراعة رفعت من النتائج لكن في التجميل التجميل ده لوحة فلنا هتفق انها لوحة اللوحة دي محتاجة موهبة ممكن اكون دارس كويس وطلع حاجات شكلها معقود لكن الموهبة الفزة لأ عشان تطلع تجميل يعني الحمد لله الناس دلوقتي بقى فيه شيب وشكل الناس عارفة ان ده بتاعنا ليه فيه بصمة الفريق الطبي والدكتور ده ده الفرق انا شايف السنة دي كده في السنة لسه ما دخلتش الفرن عشان تاخد شكل انا شايف فيها كاملون دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة دي الوان كتير اوز سبعة تمام انا شايف سبعة ازرق وفضي ودهبي درجات من الالوان كتير درجات اه ورماضي علشان اطلع سنة قريبة جدا من الاسنان الطبيعية احنا الاسنان الطبيعية دي بندرسها تشريحيا وتفاعلاتها مع الضوء طيب التكنولوجيا هنا فدتنا في ايه فدتنا انها خلقت لنا المواد اللي ما عاملها بايدي ووزحها صح تدين الشكل الطبيعي الاسنان الطبيعية تمام بس بقى بالمواد دي لو انت خدت المواد دي المواد دي رصة كده تبدأ ترص قدامك تملى التابل دي ومسكهم كده في ايدك بس مش عارف هتعمل بيهم ايه ومش عارف الحتة الجمالية ما انا ممكن احط حتة شفافة تبقى عاملة زي الازازة كده في اخر السنة وشفناها او سنان صالد مفاش اي شفافية لأ انا كل حالة لها الشفافية اللي تليق عليها بدرجاتها المختلفة برسمتها المختلفة الشفافية دي اللي انت كنت بتعلق عليها في اول لما شفت الصورة هي مش بتر بعمله لك وبعمله لي وبعمله لكل الناس لأ دا كل حالة ليها بتر كل حالة ليها اللوبس اللي تليق عليها في ناس يليق عليها شفافية زيادة وفي ناس ما يليقش عليها شفافية أصلا لما تبقى بغاد عيني تضل قوي اللي ما فيش اهم حطيت له شفافية زيادة والشفافية ليه الخطوط اللي هيه عاملة كده دي لأ مش مش عايز ماها كده هي في الآخر هي الشفافية بتيجي ان السنان في الطبعية بتتكون من دينتين وبتتكون من إنام الأهمينة بيتوزعوا الطريقة معينة في عيس ما لوبز وجروفز اللي اتنين دول مع بعض بيدوني بقى الشكل الشفاف الطبيعي تفرق من واحد للتاني ومن حالة ومن ست الرجل حال كتير قوي تسمح لي أرجوك قبل اللي هي فوق شاكلس دي مش بلوكات دي حاجة أصعب من البلوكات لا دي باتريا اللي بقى تاني غير البلوكات شفت مشان أولاها كانت بلوكات بص عيب عليك ده عشر سنين عشرة ده أنا ده يعني ده نتحت جلدي زاركونيام فلأ طبعا كل واحد اللي حاسس جدا يعني معلش إنه محترمش خالص السيرفز بتاع السنة خالص يعني هو عمل لها سيراميك دي أوحش بقى دي بقى اتدحك على ناس كتير خلال آخر خمس سنين وراحوا عملوا تجميل وتقلوهم إن ده إيماكس أو تقلوهم إن ده سيراميك ده بلاستيك مش هقوله كومفوزيت ده بلاستيك آه ما حسيتني ده عارف اللي عارف الإيشاني بتاع الحمامات القديمة لا ده أوحش الإيشاني برضو سيراميك ده بلاستيك البلاستيك ده بيتعامل بدون تحضير للأسنان خالص وده برضو الحاجة الثانية الغلط اللي هو الدكتور بيقوم للحالة إن احنا مش هنبرد السنين طيب حك لزقت البلاستيك ده إزاي يا دكتور بيلزقوا الأول بيحط فوسفوريك أسد على السطح السنة عشان يأكل منها لأنه مش هقدر يلزق الكمفوزيت على سطح السنة السليم فيفهم الحالة إنه ينفع البلاستيك ده يتشال من غير وتمشي السنة وتمشي بعد كده ده طبعا غلط بعد ما هتتشال التركبات دي اللي ركبها السنة بقت خشنة سطح المينة بقى كله بقى عام زي الإزاز المصنفر هيلون خلال إسبوع عشر تام فلازم تركب تاني ولازم تركب بالتكنيك السليم فرق بين الاتنين بص هنا لسه شكلها عاملة إزاي؟ صحيا؟ أفر هنا الناس لازم تبقى فهم حاجة إن التجميل رقم واحد حاجة اسمها بيولوجي رقم اتنين حاجة اسمها فانكشن رقم تلاتة إثاتيك الإثاتيك اللي هو التجميل يتقال تلات حاجة هنقولهم بقى بالعرب عارف لما ميجي يقولك الأدب فضلوا عن العلم أنت راح تتعلم يقولك الأدب فضلوا عن العلم ليه؟ لأنك معما كنت متعلم لكن ما عندكش الرولز هتبقى إنسان منبوز التجميل مهما كان حلو وتغاد عن البيولوجي اللي هو الصحة بالعربي والفانكشن اللي هو الوظيفة بالعربي يبقى التجميل ده ملوش أي لازم يعني روحت عملت تجميل أزالي صحة اللسم أزالي صحة الأسنان أزالي صحة العظم أعمال لي فراغات أعمال لي زو جمع لي الأكل مدام جه على حساب الصحة يبقى زيرو تمام؟ اللي جي على حساب الوظيفة يبقى زيرو يبقى أنا لازم في الأساس أنا شغال بعمل التجميل بتاعش أنا أعمل عندي أسنان باكل بيها صح ومش مأسرة على لوظيف السنة لا في النط ولا في الاحتمال ولا في الأكل وفي نفس الوقت الصحة العامة لللساء والأنساجة الدعمة سليمة ده التجميل الصح أي بقى مواد باستخدمها أي تكنيج باستخدمه في ناس متخيلة أنا هتروح عند الدكتور يحضر السنان يلزق السنان شكلها حلو هي مبسوطة حضرتك ده مهمة قوي 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 التحضير ده تعمل إزاي؟ ده التحضير ده هو الأساس هيتعمل لي فينش لاين أو هيتعمل لي بالعربي كده حلق جوه السنة تباد جواء الفينير أو الكراون بحيث أن تبقى علاقة اللساء بالأسنان سليمة ما تخشيليش بقى بواقي الأكل ولا تبقى مفتاحة ولا عاجة حط ضفري على السنة هتعلق فبالتالي الأكل هيتخش أو بواقي الأكل هتعلق تعمل لي التهابات في اللساء كل ده مش مصبوط التجميل يزبقوا تحضير صح بعد كترة متخصصة في التحضير لأنه عملية ضفقة جدا هك ناس كتير جاد بسنان شكلها حلوة على فكرة جدا بس عملت مشاكل رهيبة للأسنان اللي تحتها الدكتور اللي حضر ده في جزء مهمة قوي اسمه يوم اللازق يوم اللازق ده ما ينفعش وحلاج كتير جاد قعدة شهر السنان بينها مقفول باللازق بوز اللساء وعملها التهابات وضطرينا نفك السنان ونعمل علاجات عصب ونعمل علاج نتيجة البوائي للازق اللي تحط بين السنان وما تشالش فالتكنيك نفسه مش سهل مش موضوع شكل بس لا لازم أتأكد ان اللي بشتغالي ده دكتور متخصص في التلكبات علشان هيحضرلي صح علشان هيلزقلي صح ففكرة ان أنا باخد الشكل دي لا ننساها خالص الشكل في الآخر هتاخده لو بتشغل مع دكتور متخصص في التجميل فهو قريدي عنده من الخبرة اللي ياخد الحالة بتاعتي يوديني لطريق الأمان ما رحش بقى إيه أناق بقى بكل الدكتور ده كلامه شكله حلو كلامه وهيديك كلام هو هيديك سنان في الآخر دور في الآخر انت زي انت النهار ده جاي تعمل بيت أو جاي هتفصلي فستان بتعودي تعصوري الدنيا كده عص عشان تنقي بتقولي الله ده بيقدر ده الستايلو حلو لا 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 ده الستايلو مش نافي عني لكن عمرك ما بتروحي لستايلست أو لدكتور أو لمهندس ديكور علشان طلع في برنامج قال كلمتين حلوية بيشوف شغله فبعد إذنكو أشوف شغله أشوف اللي فيه باك بتاع الحالات أسمع من الحالات دايما أنا أنا دايما بقول ان المشكلة في الآخر عند الحالة اللي رديك تروح عنده دكتور مش متخصص في التجميل والده نتائج مش مزبوطة دايما ناس تفهم ان تجميل الأسنان مش قضية بس مرتبطة بالتجميل النهاردة من أهم ما يقيل في محاضرة النهاردة في حلقة النهاردة انه لازم وأنا بعمل تجميل أراعي قوي الوظيفة والصحة والصحة البيولوجي البيولوجي الاند فانكشن أشوف اللاثة ما ضغطش عليها ما عملش فيها التهاب أشوف فرقات أشوف العلاج ما عملش تجميل وعندي علاج جزور تحت الدنيا بايزة خالص وفيه بوكت هيتكون وفيه خرج هيحصل يبنى من برها الله الله وجوه يعني الدنيا بايزة والله صح كده أول تنور تاني وأسعد تاني كالعادة أنا شاربت بيك كده شاربت بيكم حبيبي والله ضيف العزيز بس الدكتور نور دين مصطفى طبعا يعني عضو جمعية الدولية لزراعة الأسنان بجماعة نيويورك والمدرب المؤتمد لجمعية الدولية للتصوير الرقمي وطبعا متخصف تجميل الأسنان وتركيبات التابعة أبدعك عادته في واحدة من مرجعيات التجميل الهم جدا المبنية على أنه ربما يكون التجميل ليس تجميلا ولكن تقبيحا وإعادة التجميل هي إبداع لأنه الإنسان بيبقى أحيانا يقول لك ما أنا تمام كده هعمل إيه تاني ما كفاية الكارسة اللي أنا فيها ما يمكن هعمل كارسة أكبر لكن ساعات الأمور بتختلف تماما زي ما شفنا خليكوا دايما مع دكتور ترجمة نانسي قنقر